ازايك وحبايبي عاملين ايه؟ ازاي ما اتفقنا ان شاء الله في اليوم ونص دول هنعمل ايه؟ معنا ست امتحانات ها؟ لازم تحلهم تاني بايدك اوكي؟ الست امتحانات دول انا عاملهم كل مسألة منهم بتضيف وبتأكد على اهمية فكرة اوكي؟ قبل مبدأ لان زي ما اتفقنا او زي ما انا عايز اوصل ان شاء الله ان الفيديو يكون اقصر ما يمكن وفي نفس الوقت يكون جاي بالمعلومات كلها او شرحت المسألة كلها بس باختصار يعني هتلاقي الفيديو ان شاء الله وقت قليل اوي ومع ذلك كل المسائل مشروحة ها؟ طيب صلى على ابي مهم جدا تتأكد ان الست امتحانات دول هما ست امتحانات في عشرين كل امتحانة عشرين سؤال يبقى ستة في عشرين كم سؤال؟ مئة وعشرين سؤال اأكد لك ان ما فيس سؤال منهم محطوط للصدفة كل سؤال محطوط في الست امتحانات دول بيوصل فكرة معينة ومعنى معين من المعاني او الافكار اللي باذن الله تبقى للكلام اللي قالته وزارة التربية والتعليم هيجي في الامتحان طيب يعني انت عايز تقول يا شربيني ان المئة وعشرين سؤال دول مش هيخرج منهم من الامتحان؟ انا ما قلتش كده انا بقول الوزارة وضعت خطة معينة او آلية وطريقة معينة بيجي بيها المسائل المئة وعشرين دول بيأكدوا او بيكافروا اغلب الافكار اللي مفروض الوزارة هتجيب منها طيب يبقى احنا هنركز على ستة امتحانات دول نحفظهم صح؟ برضا انا ما قلتش كده ان شاء الله هبدأ احل كل امتحان وفي كل امتحان هحله سوري في كل سؤال هحله هتلاقيني بعمل ايه؟ بوريك المعلومة اللي مفروض الوزارة عايزك تبقى عرفها اوكي؟ وهنشوف خلينا بقى نختصر وقت جامد قوي لكني بأكد على اهمية الست امتحانات دول انا هحل دلوقتي اول امتحان لازم انت تحله بايدك تاني وتحل الباقي بايدك لازم كل امتحان في كل سؤال تحله وتبقى فاهمه ها؟ ما تحلشه خلاص لازم تحله وتبقى فاهمه يلا بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا نبدأ يلا حبابي اول سؤال قبل ما نبدأ عايز اأكد على معلومة مهمة جدا هي فكرة المسألة دي زي ما اتفقنا كل مسألة محطوطة بتأكد على فكرة معينة ركز معايا هل انت تعلم ان الميو كي للزان نوت ايكول نيفر بي ايكول امره ما يصاوه بعض الميو كي دايما اقل من الميو اس الميو كي دي هي الكوفيشنط صلي بينا عن نبي الجسم هو محطوط على اي ارض اي بلين اوكي وهو ثابت لسه بيبقى الزرات اللازقة في بعض مستقرة طول ما هو ايكوليبريم استاتيك طول ما هو ايكوليبريم استاتيك بيبقى الفريكشن الكوفيشنط بتاعته اعلى اوكي لما يبدأ بيو يتحرك لاول لحظة الكوفيشنط الفريكشنط بتبقى أقل عشان هو خلاص يتحرك اوكي فدي معلومة مهمة جدا لازم تحطها في مخت تمام معلومة كمان لازم تبقى عرفها ان الكوفيشنط الفريكشن سواء الكينيتك او الاستاتيك ها الكينيتك أقل لانه تحرك خلاص الاستاتيك أعلى لان هو لسه متحركش اوكي سواء ده او ده الكوفيشنط الفريكشنط او الكوفيشنط الفريكشنط بيعتمد على نيتشير of the two bodies نيتشير يعني طبيعة ها بيعتمد على طبيعة او المتاريال المصنوع منها الجسم والمتاريال المصنوع منها الارض او المستوى اللي انت حطه اوكي طيب تعالى نشوف السؤال طيب يلا حبابين نقرأ السؤال بيقول لك اهريزونتال فورس او ماجنيتيود ففتي نيوتنز اوكي اه فورس فيفتي نيوتنز اه اثرت على بادي مالو محطوط على رف فالمسألة تكاد تكون عادية هتحط اهو بادي على هريزونتال بلين في هنا فورس قال لك انها وقال انها هريزونتال عشان كده نعملها هريزونتال مش مالي فوق ولا تحت طيب بص كده قال لك مش واندي ها ركز معايا كلنا عارفين عشان نفتكر ان الفورس دي كل ما بتزيد كل ما الفريكشن فورس الناحية التانية بيزيد ومن لما الفورس دي تزيد الفريكشن فورس يزيد اكتر ويفضلوا يزيدوا مع بعض لحد ما يوصلوا للحالة النهائية اسمها في الحالة النهائية دي بيكون خلاص الجسم ده على وشك انه يتحرك لان البلين والبادي لمسين بعض ادولك اقصى احتكاك هتقدر توصله مش هقدر اديك اكتر من كده فبعد كده الجسم للأسف هيتحرك اسمها بيبقى على وشك انه يتحرك في نقطة الحركة هي دي اللي حصلة عشان كده لو وصلت للحالة النهائية مش بتبقى فريكشن فورس عابرة لا بتبقى ميو اس سوري ميو ان في حاجة صعبة طيب طبعا في فوق نورمال راكشن قالك ان الويت بتاع البادي سيفنتي فايف يبقى الويت هنا كام سيفنتي فايف كل ده عادي بصوا كده طبعا انت حاجة زي كده هتغلط فيها عادي هوريك ازاي هتقسم الصفحة نصين بالبادي سيفنتي فايف هتطلع بسري اوفر فايف اعتقد اوكي مش بسري اوفر فور ماشي استنى كده اتأكد لاحظة انا اسف جدا سيفنتي فايف توفر سري اصلي تهم الرقم مش موجود هنا تو اوفر تري عايزك تنكز اوي في السؤال اوكي طبعا الاختيارات قدامك للاسف فالسؤال مش حلو ها بس ان شاء الله في الامتحان لما يجيلك هيجيلك احلى من كده وتلاقي توفر سري موجودة في الاختيارات فتختارها ها ركز بقى ها انا هاخدك من الخطر اللي انت بتواجهه كابتل لو سمحت ركز هو ما قالكشن عايز حتى هو ما طلبش ما قالكش بكام لا ده قالك ممكن يبقى بكام ها هو هنا ما بيسألش عن اللي انت جبتها اللي هي بتواجه اللي هي تقريبا 0.66 شوية حاجات ها هو ما بيسألكش عن هو بيسألك عن ركز كده ممكن تبقى بكام فتلاقي ان السؤال غريب شوية فتقول لي طب وانا عارف ازاي على فكرة لا انت ولا انا ولا في حد في الدنيا يقدر يعرف القيمة الحقيقية للميو كي لكننا نقدر نتوقها لان معايا معلومة هو بقى السؤال بيختبرك في المعلومة دي هان انت عارف ان الميو كي دايما اقل من الميو اس اه ينفع تسويها عشان كده صديقي ركز لو هو جاب لك في السؤال 2 over 3 اوعى تختارها وتتلغبط وتفتكر انه طالب الميو كي ها سوري تفتكر انه طالب الميو اس هو طالب الميو كي وما انه عارفين ان الميو كي اقل من الميو اس فلازم الرقم يبقى اقل من ده ده اكبر ده وشوية ده اكبر بكتير ده تقريبا او مش عارف كام ده بالضبط بتقول لي ايضا انت ما انت قلتم ما بتسوياش لا دي اعتبقى شوية حاجات ها ركز تاني دي مش او بوينت سيكس اكزاكلي هي او بوينت سيكس 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 يعني اكبر يبقى ده اقل يبقى ده الاجابة وعشان نتأكد هنحسب ده معلش ممكن نحسبه برضو 5 اوبر سيفن هيطلع او بوينت سيفن اوكي فده برضو اكبر يبقى فين الرقم الوحيد في الاربع اختيارات اللي اقل من او بوينت سيكس سيكس شوية حاجات اللي هي ها الرقم في حاجة صعبة كده زي ما احنا شايفين كده في هنا عند الام في هنا عند البي في هنا عند السي ثري ام اوكي طيب ثلاثة اوزان محطوطين ويقول لك فانه نقطة من اللقصادك خلي بالك هو هنا عايز يقول لك ان القطعة دي ادي دي ادي دي ادي دي ادي دي ادي دي واضحة حتى بمجرد النظر تعرف تيه بالسنتر اف جرافتي ها واحد يقول لي مصر انا عندي حل كويس قوي انا فاهمه الطريقة التقليدية دي ال 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 مش كلهم قد بعض وانفرض الارجين بوينت هنا واعمل الكوردينيات اكس ووا وطبعا الواي كده كده في كله زيروز اوكي فانروح حاملين ام اكس وواي الحقيقة جدول والثري ام والتو ام والام وبعدين نجيب ال اكس جي الواي جي كده كده برضه هتطلع زيرو ها فهتجيب ال اكس جي والله لو طلعت ال يبقى اختار ال جي طلعت اتنين ال يبقى اختار ال اف هي هنا اه تطلع اف اتنين ال اختار لو صري ال اختار ال بي وهكذا الطريقة دي صح اه اه هتلاقيها في ال بي دي اف طبعا ال بي دي اف ده انت لازم تحل السؤال بنفسك مفيش مشكلة بس انا حيزا حليها لك بطريقة تانية عشان انت لازم تتعلم ركز كده معايا لو انا معايا ويت هنا وهنا انا حلالك بشابتر تريمي الشابتر سيكس اوكي لو في هنا اف وهنا اف فالريزالتنت بتاعتهم طبعا اف و اف فالريزالتنت تقف دي اي حد يقولها مفيش مشكلة الفكرة بقى الريزالتنت هتبقى موجودة فين بينهم يا مستر ما انا عارف الكلام ده فين بالزبط طالما دي اف و دي اف تبقى هي على مسافة متساوية من الاتنين مش دي قد دي ها كده كده مجموعهم يديك الريزالتنت طب المسافة تكون متساوية بالاتنين يعني الحتة دي قد الحتة دي يبقى دي كده الريزالتنت تو اف في حاجة صعبة ركز كده طيب افرد معاك اف وتو اف ها يا تلاقي الطالبية بيط ايه تلاقي طالب دلوقيا يقولك ايه مستر مستر تو اف و اف يبقى resultant 3F اللي هي F plus 2F يا ابني ما أنا عارف السؤال فين مكانها طبعا ممكن حالها بال center of gravity ممكن حالها بال rule بتاع ال ratio وممكن حالها بكزة طريقة لكن أنا بقولك دلوقتي فين على مسافة في النص لا في النص اللي هو كان عقود ده بعض طب تبقى فين هتبقى أقرب للأكبر D2F double force فهي هتبقى أقرب يبقى resultant هنا بكام ب3F الفكرة بقى أن الجزء ده إعلقته بالجزء ده نفس ال ratio بس مقلوبة يعني ده يبقى 2 بالنسبة للواحد يبقى المسافة دي لو X يبقى ده 2X في حاجة صعبة عشان دي double D مشكلة طيب فالسؤال ده كده كلنا توقعنا هنحله ازاي لو أنت فهمت وقف الفيديو وحله لوحدك طبعا أنت معاك ورقة وقلم بتسجل النوتس اللي أنا بكتبها الكلام ده يعني إدم قوي إحنا قلناه كتير صلى على نبي بصوا دول تلاتة تعال نمسك 2-2 نعمل اللي أنا قلته دي M وهنا 2M حلو الكلام فهقوم أنا شاطب D مع D وجاب الريزالتانت بتاعته الريزالتانت هتبقى أقرب لل M ولا ال 2M ها هتبقى أقرب للكبيرة على مسافة D ضعف D فهتبقى لك فهتبقى هنا ها ها قدي يا بشر الريزالتانت اللي هي 2M ويبقى لك هنا دي 2M وM يبقى 3M أنا أسف 2M وM وفي هنا معك 3M ركز كده عرفت منين مش D قدي دي قدي دي فتلاقي هنا قدي قطعة 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 يبقى هي هنا في ال F على أساس في هنا قطعتين وهنا قطعتين المسافة دي قدي المسافة دي فتبقى الإجابة C في حاجة صعبة يجي واحد يقول لي طب ما تحلها بالطريقة الأولى أهي هتفرض كوردنيس والأورجين بوينت عند السي والوايات كده كده بZero فما كتبتهاش هتحط ال X هنا بZero هنا بS3 هنا بSix واحد يقول لي إزاي سري وSix كيبتها منين هو قال لك أن كل واحدة من دول ميتر لا لا أنا فرضت دي يونت ودي تو ودي سري وهكذا أو L 2L 3L ما فيش مشكلة يا جماعة براحتك أوكي ما انتكدك كده حتى لو في L صام الام X على صام الام فيهيبقى فيه فوق L اللات كتير في في الآخر اطلع معك 2L يعني عند ال F في حاجة صعبة إلا حباب نشوفي السؤال التالت السؤال ده فكرته ظريفة جدا بص قبل ما خش في السؤال عايز أشرح لك الفكرة عموما لأنه هو مش لازم يجيب لك السؤال كده ممكن يجيب لك بصور مختلفة سؤال مومنت أوكي اسمع كده مومنت حوالين نقطة معينة فتعال نفتكر شوية حاجات أأكد لك عليها منظر زي ده لو أنا بقول لو مش أكيد أوكي لو جاء قال لك مثلا أن السي بتقسم ال A B برشيو 2 1 مثلا from A يبقى الحتة دي 2 والحتة دي 1 as a ratio يعني مش دي 2 سنتيمترز ودي 1 لا 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 هي دي 2 إلى 1 أوكي فممكن نسمي أن الحتة دي مثلا 2 L فتبقى الحتة دي 2 1 دي بديهيات أساسيات الرشيو عارفينها كمل المعلومة اللي لازم تعرفها في المومنت إن السي دي من أولى سنوي مومنت السي هتبقى بتساوي إيه؟ فاكر مومنت ال B في 2 L أو في 2 مش فرقة بلس مومنت ال A ملتبلاي L ها أو في 1 مش فرقة over مجموع المسافتين اللي هي 3 L أو 3 ها ها مومنت لو أتحط ال L في كله مفيش مشكلة تعالي نحطها في كله وخلاص ونتعامل بالجنرال رول فيبقى القانون بيقولك ها مومنت ال B ملتبلاي 2 L يبقى 2 L بلس ها مومنت ال A ملتبلاي البعيدة ها اللي هي L واحدة over الدستنس كلها اللي هي 3 L في ناس بتكتب الرول كده في ناس ستلقى تولك لأ ها ها استنى احنا هنقول الرول كده ها مومنت ال B في المسافة دي بلس مومنت ال A في المسافة دي بلس ايكول سوري ايكول ها مومنت ال C في الدستنس كلها اللي هي 3 L ها ها طب ما هي هي انا بس وديت 3 L النحية التانية بالDivided طبعا ما تنساش ان ال L دي مع ال L دي مع ال L دي هكانسله بعض في حاجة صعبة ها طب دي مش عارف التفاكيرها ولا لأ هنيجي هنا لو انت عايز مومنت ال M طبعا هي نفس القانون اللي هناك بما ان دي في الميد بوينت ده نعمل لو مش واخد بالك اوكي ها ها ودي الانترسكشن of the two diagonal فانت عارف كويس اوي ان الحتة دي قد الحتة دي يبقى ال M هي الميد بوينت of A of A C ففي الحالة دي تبقى مومنت عند ال M اللي هي السنتر مبارا عن ايه مومنت ال C فوان بلس مومنت ال A فوان over one one two ها يبقى مومنت ال A بلس مومنت ال C over two بما ينقى في النص نفس الكلام ها يعني ده special case من ده اخر رول اللي هنستخدمه وصديقي في المسألة دي انك لو معاك ترهانجلي اوكي وعايز المومنت عند ال M فتلاقي ان المومنت عند ال M بنفس الشاكلة هو الميدين ها اللي هو صامت تلاتة على عددهم اللي هم تلاتة وهو نفس اللي حصل هنا ونفس اللي حصل هنا زي ماش لما كان بيبقى معاك تريد وعايز ال Poynt اللي في النص ها كنا بنعمل ايه ده بلس ده بلس ده over three هتعمل نفس الكلام هنا بس في المومنت بقى كل اللي ينفع يتعمل على ال Poynts ها يتعمل بالزبط على المومنت اوكي طب يبقى مومنت ال M بتساوي مومنت ال A بلس مومنت عند ال B بلس مومنت عند ال C مومنت هنا بلس مومنت هنا بلس مومنت هنا over cam over three في اي حاجة صعبة؟ اوكي طعا نشوف السؤال بقى عايزين ها هو هنا بيقول لك A B C triangle زي ما قلنا من شوية اهو A B C اوكي ودك المومنت عند ال A حلو ودك المومنت عند ال B حلو ودك المومنت عند ال C وبيقول لك if F ها الفورسة نفسها هاملها pass through M اللي هي center معنى الحتة دي كده هو عايز يقول لك ايه 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 ها قول انت ها طالما الفورسة بتعدي على ال M يبقى المومنت عندها zero فاكر الكلام ده؟ اه اه اي فورسة بتعدي على point معينة ما بتلفش حواليها لانها بتعدي عليها ها فالمومنت عند النقطة دي بصفر طيب يبقى انا كده عارف من القانون اللي هنستقلوا ان المومنت عند ال M اللي هو ال MEDIAN ال INTERSECTION OF THE MEDIAN وبارها عن مومنت ال A plus مومنت ال B plus مومنت ال C over 3 هنطبق الكلام ده انت عارف ان المومنت عند ال M بزيرو من المعلومة اللي هو اديها لك هاتقلم ازرق يلا يبقى ده كده zero اجمع بقى بقش مومنت ال A plus moment ال B plus moment ال C هتبقى K و K و 2 K يعني 4 K ها minus 3 و minus 8 و minus 1 تبقى minus 12 over 3 اعمل يبقى ده بزيرو يبقى K ب12 over 4 يعني 3 يبقى الانسر A ها ها في حاجة صعبة يلا حباب نشوف السؤال الرابع فكرة السؤال بسيطة قوي سيبك من السؤال دلوقتي ركز معي في فكرة السؤال انت حراج دلوقتي افتكر كويس المتنج فريكشن هاي والنورمال ري اكشن هاي الريزولتنت بتاعت الاتنين دول اسمها ريزولتنت ري اكشن خلينا افكرك بحاجة سريعة انا اسف ما عشي السؤال ده لازم تبقى فهمها الحتة دي لازم تبقى فهمها اوكي طيب انت لما حاولت تحرك الجسم من على الارض عارف لو انت ما كنتش حاولت تتحركه ما كانش هيبقى فيه فريكشن اوكي كان هيبقى فيه نورمال ري اكشن بس عشان انت طبعا لما بتحط الجسم على ارض بتضغط على الارض بوزنها ماقول الجسم ده ليه وزن فالجسم اللي ليه وزن ده؟ بيضغط على الأرض قم لما أنت تضغط على الأرض الأرض تيديك نورمال رأكشن أكيد لكن لما أنت حاولت تتحركه من على الأرض والأرض لازق فيه طبعا الزرات بيبقى فيه اسمها إيه؟ فجوات أو ثغرات بين الأتمز فبيبقوا لازقين في بعض شوية لمسين بعض يعني فأنت لما تحاولت تحركه تقوم الأرض مديك رأكشن تاني بس على صورة فريكشن فورس فلو حد جي سألك مثلا قالك ممكن تقول لي في الحالة دي والجسم احنا بنحاول نحركه وبقى أبا وتموف يعني هنا بقت ميو إن ركز ممكن تقول لي رأكشن الأرض هو الإن ولا الميو إن فأنت عشان حافظها نورمال رأكشن تقوم آلين رأكشن الأرض هو الإن بس غلط الأرض هنا عملت رأكشن نورمال فاسمه نورمال رأكشن وريأكشن بارالل ليها لمين؟ للسيرفس للبلين للأرض أوكي؟ الريأكشن البارالل ليها ده اسمه إيه؟ فريكشن فورس أه أه نوعنا أسألك سؤال هو الفريكشن فورس نشأت أو نتجت من إيه؟ نتجت من احتكاكك بالأرض فقامت عملت رأكشن فده يعتبر رد فعل ليها عشان أنت حاولت تتحركها ما أنت ما كنتش حاولت تتحركها ما كانش يبقى فيه فريكشن يبقى لتنين دور الرأكشن فلما تجيب الريزالتنت بتاعتهم اللي هي تسمع الريزالتنت رأكشن هي محصلة دي و دي اللي هي عبارة عن إيه؟ روت ده سكوير بلس ده سكوير فلو خدت الان سكوير كومان فاكتور تخرج بره الروت ان من غير سكوير فيتبقى وان بلس ميو سكوير فيش مشكلة اللي أنا عايز أشرحه دلوقتي صديقي إن الأنجل دي اسمها أنجل أوفريكشن بنسميها لامضة تانها بيديك تاني اللامضة بيديك لإيه؟ الكويفشن أوفريكشن اللي هي الميو واحد يقول لي شيربو ممكن تفكرني ريه؟ حالا حبيب أهل بيركز كامل الترانجل دهو في الحالة دي تاني اللامضة بيبقى بالأبوزيت اللي هو بيمثله الميو إن على الأدجيسنت اللي هو الإن بس فميو إن ديفايد إن الإن والإن بيو بيو يبقى ميو في حاجة صعبة؟ ها؟ طيب يبقى تاني اللامضة بيديك الميو فاكر الكلام ده ولا لأ؟ أكيد اسمها حتى الأنجل أوفريكشن برافو في بقى حاجة مهمة قوي الأنجل دي بيتمثلك حاجة ولا أي حاجة بس أنا عارف إن مجموعة الاتنين دول 90 فلو سمينا دي سيتا لازم تبقى عارف إن تاني السيتا بيسوي كتان اللامضة ها؟ والعكس بالعكس يعني إيه؟ يعني تاني اللامضة بيسوي كتاني السيتا يعني لو معاك تان دي يبقى معاك تان دي مقلوبها ولو معاك تان دي يبقى معاك تان دي مقلوبها ما يديد كتان دي تان دي كتان دي وكتان دي تان دي لحظة واحدة في مشكلة في اللي أنا قلته السؤال ده كان بيجي كتير يا مصر انت بتهري وخلاص يعني ما الكلام ده احنا عارفين السؤال ده كان بيجي ومشهور قوي ان هو يسمي لك دي مثلا سيتا ويقول لك ان الميو يديك اربع اختيارات منهم تان سيتا ما تختارهاش منهم كتان سيتا انا بختارها في مشكلة كده خالص بص بقى السؤال بيقول لك في الشكل اللي اقصادك في هنا معلق وزنك ايه لحظة كده كده الوزن ده بيشد الحبل وبيعدي على البولي فالحبل ده بيتشد يمين بوزنها اللي هي كتو ففي هنا قالك في هنا في هنا لحد دلوقتي فيش ايه حاجة صعب خش في الموضوع انت بس مركز في الحتة دي ها الوزن بيشد الحبل فالحبل بيتشد بكتو فكل ده ملوش لازمة المهم ان الفرس بتتشد من خلال الحبل بفرس اسمها كتو الباضي سوري بيتشد بكتو طيب بقول لك انا عايز اقول لك معلومة تانجنت يعني تان الانجل ها بين الفورس افريكشن دي والرزالتان ترياكشن اعمل رزالتان ترياكشن كده بتبقى هنا تعريبة يبقى هو بيتكلم عن دي التان بفايف يبقى الميوب فايف صح؟ لا هم بيكلمش عن دي ركز كده قرى السؤال بيقول لك ده انجل بتوين دا فورس افريكشن والرزالتان ترياكشن اللي هي دي بنسميها سيتا بيقول لك ان تانها بفايف ها ها ركز كده بتعرف تقول الميوب كام؟ ميستر الميوب هي تاني اللامضة طيب ما تان دي كوتان دي هتساول يمين بالشمال والفوق بتاحت بفيش اي حاجة صعبة اهي هتساول يمين بالشمال واللي فوق خلاص خلاص الميوب اللي حصل سوري الميوب لسه جايبين؟ هتساول يمين بالشمال واللي فوق باللي تحت وتقوم معاوض هتشيل الان هي راحت في هنا هتشيل الان وتحط وتقوم شايل الان هي محطش الان اهي الكتو سوري التي اللي هي كانت محطوطة هنا بمشكلة يا جماعة هتساول يمين بالشمال والفوق بتاحت وتروح معاوض عن الان بالكتو وتودي الان اللي هي بكتو بالدفايد دي بقى كتو على كتو العكس يبقى اللي هو عايزها بفايف وورون ها بتحاجة صعبة؟ يلا حابب نشوف السؤال الخامس اوكي؟ اه سؤال سازج قوي بيقول لك اني فيه فورسة هندرد اهي وبيقول لك ان المسافة دي شايف؟ وبيعملني ان انا احوال يعني ودي تويني مفيش مشكلة وان دي بيبقى سبحان الله يعني هو قال كل اللي رسمه مفيش مشكلة ايه ده؟ عايز المومنت بتاعت الفورسة الهندرد دي حوالين الاو طبعا افكرك حاجة بالمومنت ايه؟ استنى مش يا جماعة ايسف والله انا تعبان حقيقي واكيد اللي بياخد معايا عارف ان انا تعبان فانا اسف جدا فتلاقيني بقول بطلق حاجات غريبة كده اركز استغفر الله عزيزي مرحب ها؟ اه افكرك بحاجة في المومنت مهمة قوي لما تيجي تحل اي مسألة زي دي مومنت مرسومة مش انت اللي بترسمها ها؟ لما تبقى الفورسة ماي لو عندك القدرة انك تعمل لها يعني معاك انجل اعمل على طول زي هنا كده انت معاك الانجل دي سيتا مثلا فتقدر تجيب ساينها وكوساينها ازاي شربو؟ يعني مع الساين اوبزيت على هايبوتونيس يعني نسي وادجيسنت على هايبوتونيس تجيب لك كوساين في حاجة صعبة؟ طيب طبعا انا ممكن اعمل الساهمة هو فممكن اجي من هنا واعمل كومبوننت يمين تطل الساهمة والكومبوننت التانية تحت وممكن اعمل من هنا يمين وتحت وممكن اعمل من هنا يمين وتحت وممكن اعمل من هنا يمين وتحت اكويفلنت التلاتة او الاربعة او الالف ما هو في كان بوينت هنا انفينيتي ها؟ انت ممكن تعمل يمين وتحت في اي حتة حقك ومش غلط بس مش هتعرف تحل السؤال الا لو عملتها في نقطة معروفة اعرف اجيب منها الاطوال عشان اقدر احسب المومت يعني عند الان اه يمين والكمبوننت التانية تحت اوكي شربو ها اني تاخد كوسين واني تاخد سين الكوسين بتتخد مع اللي لزقة فيها هي لزقة في الهريزونتل يعني الكمبوننت اليمين ولا اللي تحت انت عبيت ولا ايه بقولك الهريزونتل السيتا فيه ناسا جماعة بتتلغبط يعني انت بصها تلاقي الحلة حتى لو عايزت تحلو قلمي تقعب بقى تقولك ايه ده ايه ده كابتل لو سمحت مش السيتا لذقة انا ليه بقول لذقة لذقة عادي ها في الهريزونتل اه يبقى الهريزونتل هي الكوسين كومبوننت والتانية تاخد السين اوكي طيب فدي لذقة فيها السيتا يبقى دي لها تاخد كوسين اللي هي الهريزونتل يبقى هنا فيه هندرد ملتبلاي الكوسين اللي هي فور اوفر فايد وهنا فيه هندرد ملتبلاي سري اوفر فايد اللي هي الصعيم. في حاجة صعبة؟ طيب عشان نحسب الموقع انت حوالين الاو. بالنسبة لدي هم ادعها كده شوية. فين اللي هينزل عليها? اهو. اللي هو طوله نفس طول دي يعني عشرين. دي بقى هضرب الفرص دي في تويني والسهم يمين والبوينت تحتيه شوية. امشي كده يمين وانزل تحت. ها? يعني نيجاتف. يبقى ده في تويني بالنيجاتف. تعالى نحسب دي يلا. عايزة نزل من الاو حوالين او على دي. اه? اه? هو منزلش ليه? يبقى هضرب الفرص دي في ففتي. طب تعالى نحسب السهم التحت والبوينت على شماله. فاكر الكلام ده? هنزل وامشي شمال. ايه ده? برضو. اه. يعني برضو. اهو. الحل هو يا صديقي. هنرسي بص هنا بقى يقول لك من الكلام ده خلاص احنا قلنا هنعرف منين? ها? لو هي لزقة في الهريزونتل. يبقى ده طب بيفرد هيكة الانجل لزقة في الهورتيكل. ها? يبقى الهورتيكل اللي هو هنا. تحت او فوق ما بتحتمل احتمالين. زي ما الهريزونتل ممكن يبقى يمينه شمال. ها? فلو هي لزقة في الهورتيكل. الهورتيكل كمبوننت هلها هيخد الكوسين والتاني هيخد الساين. دي كده احسب هتلاقي الاتنين نيجاتف وزي ما عملنا من شوية طبعا ده كلام عادي اوي. اوكي? يلا حبابي نشوف سؤال نمبر سيكس. بص بيديك اف وان الماسألة لجميعك. اوكي? ادك ال if one victor وادك ال if two victor وقال لك ان ال if one بتاكت في كزا وال if two بقى بتاكت في كزا. ركز. يبقى ال if one وال if two معاك هم فيهم جهيل بس معاك. وكل فورسة من دول معاك هي بتاكت فين قمت انا كاتبها لك هنا عشان ننجز وقت. وما ضيعش وقتك قوي. اه ال if one victor اهو. بياثر في النقطة دي. وال if two victor اهو في النقطة دي. راح ميديك معلومة في الاخر وقال لك ايه بقى? بتأثر في الايه? في التو سري. طب الارب كام? هو ما اده لكش. عمتن يعني في عالم الفيكتورز الريزالتنت هي الصمشن بتاع الايه? الفيكتورز اللي معاك. يعني انت لو معاك فايف فورسز. اه. الريزالتنت بتاعتهم هم فيكتورز? اه. اجمعهم. وهدي يقول لي يا مستر يعني انا لو معايا سري نيوتن وفايف نيوتن وفور نيوتن ومعاك خمس فورسز. ينفع جمعهم ومجيبي الريزالتنت? يا ابني افهمني. ما ينفعش تجمع الفورسز لو هم في اتجاهات مختلفة ده اولا. لو هم في same direction اجمعهم. opposite اطرحهم. لكن انا اصلا ما اتكلمتش في النقطة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. ها? 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 وانا بتكلم في ايه? انا بتكلم في عالم الفيكتورز. ها? في عالم الفيكتورز فالريزالتنت فيكتورز هو صمشن الفيكتورز ما فيش مشكلة. يعني F1 بلس F2. فتلاقي هنا ان الريزالتنت. الاكس كمبوننت بتاعها ايه بلس 1? والي كمبوننت بتاعها. بي بلس 1 برضا. في حاجة صعبة? خالص. فكرة المسألة ببساطة انك تبع عارف القانون ده. قانون center of gravity بالزبط. قانون center of gravity. of gravity. تعال اقولك حاجة. ها? قانون center of gravity اللي انا هستخدمه دلوقتي. ها? بينفع في الparallel forces بس. Parallel forces ده شابتر ثري. اه. ها? center of gravity شابتر سيكس. اه. وانا عارف انا قلت ايه? اه. انت فهمت صح? قانون center of gravity اللي انا هقوله دلوقتي. اقدر استخدمه. all forces parallel. القانون بيقولك ايه? يديك الاكس بتاعت center of gravity. اقصد هنا الاكس بتاعت الريزالتنت. ويديك الواي بتاعت الريزالتنت. ها? اقصد هنا الواي بتاعت الريزالتنت. كابتل لو سمحت ما هي اصلا ديك قدناها center of gravity. ايه? اخد نفس كده وصله على النبي. لو انت معاك خمس اوزان متعلقين في حتة مختلفة. اه. الويت. اتجاههم ايه? اه. ويت. vertical down. اه. بتاعت دول لا دول لا دول لا ده. وزن انه واحد في الخمسة اللي vertical down. كلهم يا ميستر. اه. موضوع اللي انا بقوله اهو. ان هما parallel forces. يعني ده المين? ده القانون الاساسي. خدنا منه. special case في center of gravity. فانت معاك خمس اوزان متعلقين في حتة مختلفة. هايز تعرف محصلة الخمس اوزان دول? center of gravity بتوع المجموعة. اه اه. ال group of the forces. الفايف دول. ها? كأنهم بيقصروا فين? ها ها. وشوها ده معنا كلمة center of gravity? ها. يعني ال resultant بتاعتهم فين? فبنجبها من القانون ده. sum. ال f x over sum ال f. وده sum ال f y over sum ال f. واحد دولي يا شربو. ها. مفروض هنا ام. ها. ده انت عالي الخنزير. يا ابني ما انا بديك اهو. الرول الاساسي. فاكر الكلام ده ولا ايه? طيب. طالما انه هما ايه? parallel forces. لو ما كانوش parallel ما كنتش عادر تستخدم الكلام ده. طبعا. لو عايز بقى تحل. هنا طبعا هاخد ال f x بس. اللي هي ال component بتاعت ال forces x. وهنا هاخد ال f y. اللي هي ال component بتاعت ال y. واحد يقول لي. مستر. ها. ينفع اخد هنا. اه. 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 ال f كلها. فيش مشكلة عادي. ينفع اخد هنا ال f كلها. ما انت بخدتها هنا عادي. يبقى انت عادر حامل حاجتين. القانون ليه صورتين لو تفتكر. طالما دي اكس. ها. طالما دي ايه? اكس. عشان انت بتجيب ال اكس. فا اما. تاخد ال component. ال اكسات. بتوعي الفورس. بص. تضرب ال f. في ال اكس بتاعتها. بلس. ما هو ده سمش انا هو. ال f. ال f. في ال اكس بتاعتها. بتعمل في الايه? في ال اكس. ال component. وممكن كنت تعمل ايه? لو انا ما معيش ال f وان فيكتور اكس وواي. لكن معها المجنيتيود بتاعها. فايف نيوتنز. فممكن على طول احط هنا ايه? فايف نيوتنز في ال اكس بتاعتها. بلس. شوف بقى دي كم نيوتن. في ال اكس بتاعتها. تاني اهو يا جماعة. يوم ما تحط نورم ال f. يوم ما تحط ال اكس كمبوننت بس. واحد يقول لي مستر طب ما انا ممكن اجيب نورم دي اللي هي روت سكوير بلس بي سكوير. ابس هتبقى غابي. ممكن ابس هتبقى غابي. الاسهل ان انا اخد ال اكس كمبوننت بس. والله لو انا معايا ال f كاملة. اوكي مفيش مشكلة. بس انا معايا ال اكس كمبوننت فالاحسن لنستخدم ال اكس. فهقول ايه في نيجاتف وان يعني نيجاتف ايه بلس. اه? وان في وان يعني وان. اوبر سم ال اف نفسها. لو معايا مجنيتيود دي ومجنيتيود دي اجمع الاتنين. بس طبعا كان لازم اكون عملت كده فوق. لكن انا خدت ال اكس كمبوننت بس بايه بلاس وان. ده اديك الايه? الاكس بتاعت السنتر اوف جرافتي او الريزالتن. يعني ده نفس الكلام هنا بسري. نشوف الحل بسرعة. اها. صامل اف اكس على صامل اف ملتبلاي الاكس. صامل اف. هنا اخد الاكس كمبوننت. كان ممكن اخد ايه? كان ممكن اخد النور بتاع الفرصة على طول. اللي هو المجنيتيود بتاعها. نفس الكلام روح تمساوي الاكس بتاعت الريزالتن. اللي احنا كنا بنسميها سنتر اوف جرافتي ازا سبيشيال كيس في شابتر سيكس. بتو. سويتها بتو. جبت الايه ايه? نفس الكلام في الواي. سويتها بالثري. اللي هي ايه? الواي. بتاعت البوينت اف دا ريزالتن. الاكشن اف ريزالتن. اوكي? سويتها بالثري اللي انا جبت البي. طرحت. طلعت زيرو. في حاجة صعبة? يلا حبابي سؤال نمبر سيفن. بيقول لك شايف اهو? بس في غلطة صغيرة. ان دي ار وان. ودي ار تو. او بي. اوكي? طيب. بيقول لك. حتة عصايا. رد. اسمه ايه بي? سانت زي ما انت شايف على هنا وهنا. بيقول لك ان طوله ايت ميترز. وطبقا للرسمة فيه صندوق هنا محطوط ايه? ثري من الايه? فيبقى الباقي فايف. ما فيش مشكلة او اصلا مديني الكلام ده. ركز كده. او قال لك يونيفورم. ففي حاجة نقصة. وزن الصندوق صح? وزن الرد اللي هو الوودين بورد نفسه. ركز كده. انت كده عندك تويتس. الويت بتوع. او بتاع الصندوق اللي انا لسه مش عارفه. والايه بي اللي هو الوودين بورد ده. ها? في النص عشان هو اينيفورم. في وزن. طبعا النص هنا بيقسم ايه? هو كله ايت. يبقى فور ميترز. وفور ميترز. طيب. والوزن ده ثري فايف. اوكي? طيب. قال لك هوز ماس هو هنا بيكلم عن الوودين بورد. كتلتها تويني كيلو جران. فتروح انت زي العبيد هنا جاي كاتب كم? ها? جاي كاتب تويني. طبعا الكلام ده غلط لانه هو كمل كلامه. بصلا احنا عارفنا. قال لك تويني كيلو جران. فور ايتش ميترز. ها? في امتحان الاستاتيكس. نصيحة اوه. انا بقول لك اقول لامتحان ده تجربة. كده. واجري انت حل بعد كده بقى اللي امتحانات. وحل ده تاني الاول. بنفسك. ها? ها? لازم تحل المتحان ده تاني بنفسك. في امتحان الاستاتيكس. مفيش حاجة بتيجي صعبة. مفيش اي حاجة انا حلتها دلوقتي صعبة. ومفيش حاجة اصلا في الاستاتيكس صعبة. اهو الكلاس. ها? اللي بيحصل ايه يا صديقي? انت حان بيجي كبير شوية. وبيبقى في حاجات زي كده بتلغبط. فانت بقى ركز بقى فيها. هو ما قالكش انه وزن البورد? توني كيلو جرامز. لأ. ده قالك فور ايتش ميتر. طب هي كم ميتر? تمانية. يبقى وزن البورد في النص عشان هي هينيفورد. هدي واحد. اتنين. توني. فور ايتش ميتر. هما تمانية. يبقى توني ملتبلاي ايت. وبعدين قالك يبقى آآ كاريز ابوكس. البوكس ده. بتو هندرد كيلو جرام. ممكن تقولي الار وان ماينس ار توب كام? اللي هما الري اكشنز. صالة عن نبي. عندك كام? معادلة من معادلات الحركة. وهنا اتزام بقى انا آسف مش حركة. هما تلاتة بس هما هنا اتنين بس. اليمين قد الشمال. لكن لا فيه حاجة يمين ولا فيه حاجة شمال. اللي فوق قد اللي تحت يبقى ار وان بلس ار تو بتساوي. ده بلس ده يشوف بكام. ادي معادلة? رابطة الار وان بالار تو. تاني انك من حقك تحسب المومنت عند اي بوينت. وتقول ان المومنت بزيله طالما ان البدي ايكويلبريا. طبقا للخبرة الشربنية. بنعمل اي يا صديقي. لو عندك هنج احسب المومنت عند الهنج. ادي اول priority. ما فيش هنج. تاني حاجة لو عندك support احسب المومنت عند سوري انا آسف. هنج بعدين ارض. ground. سند عليها. تحسب المومنت عند الارض. تالت حاجة لو عندك بقى رد. سوري support او strength. حبل. الاتنين نفس القوة اللي هي رقم تلاتة. فانا هنا. لو لقيت هنج هحسب عند الهنج خلاص. لو لقيت هنج وارض هحسب عند الهنج. لان الهنج اقوى. لو لقيت ارض بس هحسب عند الارض اكيد. طب لو لقيت ارض و support الارض اقوى. هنا ما فيش غير support. ها? ها? فبناء او طبقا للخبرة الشربنية بتاعة انا يعني. هنحسب المومنت فين عند support من الاتنين. المنطق يقول ايه? لو في واحد منهم اتلغى. عشان انت هتلف حواليه التاني. ها? ها? لو هتلف حواليه التاني فاللي ما لفتش حواليه بيتلغي. لانك ما بقيتش سند عليه. اوكي? فلو واحد اتلغى. او واحد already معروف. ما تحسبش المومنت عنده. احسب المومنت عند اللي ما تلغاش. او احسب المومنت عند اللي مش معروف. عشان لما انا احسب المومنت عنده. مومنت الفورس بتاعته تبقى بزيره. هم هنا الاتنين اصلا مش معروفين. فاني اتس ابت يو براحتك. انا بقول نحسب المومنت هنا مساء. فالارض او كده ملهاش مومنت حواليه بيتلغيه. صح كده? فهتعمل ده في النورمل ديستانس. نيجاتيب. وده في النورمل ديستانس. نيجاتيب. واروان اللي انا معرفش لسه. بس دي هتبقى. هقدر احسب الاروان. بعد ما حسابت الاروان كان معها معادلة من شوية ان الاروان بلس ار تو بتساوي مجموعة لتنين دول. هنشوف الحل كده. اهو. بصوا. ايه ده? ماشي هو هنا قال لك انا هحصل المومنتم الرتيل. ما ان انا احصل لي ان استخدم المعادلة ان ار وان. لا متى اه. ان ار وان بلس ار تو ايكول هندرد سكستي يعني سري هندرد سكستي. واحسب مومنت مرة واحدة. عند ال هو حسب عند البي الاول احصل عند البي. فالار تو تتلغي. لان كده هي ملهاش مومنت ما هي بتعدي على البوينت. فهعمل مية هندرد سكستي في النورمال ديستانس اللي هي فور ونيجاتيف. تو هندرد في النورمال ديستانس اللي هي فور والحيت طريق كام? دي كلها هي باينة. ها? لها ونيجاتيف. ها? والار وان بوزيتيف مع الات. في حاجة صعبة? جبت الار وان مش عارف كام? او محطت الار وان هنا مش عارف كام? ادي انا احط تاني بالنيجاتيف. جبت الار تو. جبت الار وان اعمل بينهم. في حاجة صعبة? ها? يلا حباب نشوف السؤال ده. ده من الاسئلة الظريفة قوي. قال لك هنا ركز في الحتة دي كده. مين ده بتاعته? هي الزد اكسز? السلندر نفسه. الاسطوانة دي انت عارف سلندر يعني ايه? زي الكان كده اللي انت بتشوف فيها يا بيبسي ها? مضرر اوي خلي بالك. اه دي اسطوانة. اسمها سلندر. سيركلار سلندر. حلو كده? الاكسز اللي هو الخط اه اللي بيبقى لفف حواليه. يعني انت لو خدت مقطع منها كده. مقطع يعني ايه? شريحة. ها? حتة اه? لو خدت شريحة كده منها. الشريحة دي بتبقى عبارة عن سيركل. عشان كده اسمها سيركلار سلندر. اوكي? دايرة. والاكسز ده كل بوينت من عليه تعتبر ريديس للسيركل دي. مع لينة يعني قوي ولا اشحالك اكتر? بص كده. في المنظر هنا. السلندر اللي انت شايفو ده? هو قالك ان الزد اكسز هو بتاعه. يعني ايه? يعني انت مسلا لو خدت السيركل اللي فوق دي. ايه السيركل اللي فوق دي? اللي هي الطب طمة ها? السلندر. كانتها بتاعها. شايف الزد اكسز ده? لو خدت النقطة اللي في نفس البلين بتاع الطب ده. دي كده الريديس. او دي. او دي. او دي. ايو ايو ايو. دي كده سنتر السيركل الحمرة. واخد بالك. واحد دول يشربوا. طب لو انا خدت السيركل بتاعت الايه? البيز بتاع السلندر اه. طبعا هنا هيبقى دي الورجين حظك حلوة جدا. يبقى دي كده الريديس. ودي كده الريديس. ايه ده? دي الورا. دي الفوق. سوريا مilated. بصوا كده هي دي فوق اصلا دي خرمة السلندر. دي السيركل ايه? دا كده سنتر اللي هي الورجين. سنتر. السيركل الحمرة دي. فيبقى الحتة دي كده هي الريديس. والحتة دي كده هي الريديس. ولو خدت دي وصلتها باي نقطة? هتبقى ايه? يلا مش مهم. طولة ده اصلا مش موضوعنا قوي. نحزين بس تراجع حاجة تانية بعدين نرجع لحتة دي. بلاك اند وان. اف دا تو بازز. اين اكس واي كلين. ايه التو بازز دول انا مش فاهم حاجة? هو في باز. وبيز فوق. ما هو بيعتبا. ها انتش ممكن تمسك كانت قليبها كده? فدي تعتبر باز قعدة ودي قعدة. انت بقى تحطها كده تحطها كده دي حاجة ترجع لك انت ها? طيب. انا طبعا شايف يعني انا مش اعمى. اهي. اصدع البيز ده كده. اهو. لازق في عشان كده بقولك ان دي كمل. بسيفن. حلو جدا. والفوليوم بتاع السلندر بالرقم ده. سيبك ناهيك عن الحتة دي. ها? 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 عايفين ايه هيك? ناهيك يعني. فكك من احيان. ماشي? طيب. بيقولك عن ده فورس. اوف تين روت سري. في فورس تين روت سري. بتاكت في الديريكشن اوف بي ايه. اهو واضح ان الساهم اهو. في هنا تين روت سري. فورس. حصل ايه? بتأثر في البي ايه مفيش مشكلة. احسب. انت كده عايز تحسب مومنت فيكتور. سيبك من السلندر والفوليوم والرديوس. وان الزد هي الاكس. سيبك من كلام ده كل. تعالي نفتكر بس المومنت اللي بتتحل ازاي ممكن. انت تبقى ناسي. يلا. انا عايز احسب المومنت حوالين الدي. فالقانون كان بيقول ايه? ان المومنت اباوت دي. مش عافلي كتبت بي. رول ايكل. ار فيكتور اللي هي البي ايه كروس برودكت. الف فيكتور. حلو جدا. بالنسبة للار فيكتور. هي عبارة عن ايه? الاكشن بوينت اللي هي البي ايه اللي بتاكت فيها الفورس مينس المومنت بوينت. ها? الفوزيشن فيكتور فاكر الكلام ده هي الاكشن بوينت يعني البي ايه اللي بتاكت فيها الفورس اللي هي من الرسمة كده. انا كده بتاكت فين? بتاكت في البي. وبتاكت في الايه? وبتاكت في اي بوينت على الخط بي ايه. في مشكلة في الكلام ده? بس انا مش معاها اي بوينت. انا ممكن اجيب البي بسهولة وممكن اجيب الايه? هجيبها كمان شوية ان شاء الله هباريك هنجيبها ازاي. ركز بقى كده تاني. طب البي لو عايزت اجيبها. يلا. اه ادي الوريجن بوينت. فاكر? عشان نجيبكو اوردنيات. كنا بنبدأ من الوريجن. ويا اما نمشي على الاكس نفسها. او على الواي نفسها او على الزد نفسها او بارالل ليهم. فتعالا كده نشوف. انا ينفع امشي من الوريجن. اروح للبي كده? لأ طبعا. دي مش المسارات السليمة. فانا همشي الاول على الاكس كام? عشرة. يبقى دي تن. ها. وامشي. بارالل للواي زي ما انت شاف كده. مشيت كام بارالل واي تن. وصلت للبي. لا طلعت على الزد. تبقى الزد بالباصل فانا نزلت على الزد. فانا ما تحركتش على الزد اصلا. فيبقى الزد بزيلو. في مشكلة كده? ها. ماشي. فانا جبت البي تن تن زيرو. تبقى اللي الكلام ده? اقدر اعرف الارة على طول. الاكشن بوينت. ممكن اخد البي. اول ايه بس ال ايه مش معايا. انت من حقك تاخد اي واحدة منهم تعتبر انها اكشن بوينت. فانا اخد البي. اللي هي تن تن زيرو. مينس. ها. المومنت بوينت. اللي هي تو فايف نيجاتيف وان. اوكي? هعملهم مينس بعض. الاكشن. مينس المومنت. يبقى تن مينس تو. ايت. تن مينس فايف. فايف. زيرو مينس نيجاتيف وان. يبقى بلاس وان. ادي الار فيكتور. فاضل لك تجيب ايه بقى يا صديقي? ها ها. الاف فيكتور. معاك الاف فيكتور? لا. بس افكرك بقانونها. الاف فيكتور عبارة عن ايه? نورم الفورس. اللي هي تن روت سري. ملتبلاي. اليونت فيكتور اف اني دايريكشن فيكتور. معلش يا مستر? اه ها. عيد تاني كده عشان مش فاكر? حاضر حاضر. بص كده. الاف فيكتور عبارة عن ايه? لو عايز تجيبها حتى من الصالد. هي قيمة القوة في اليونت فيكتور لأي فيكتور لنفس اتجاه الفورس بتاعتك. القانون كان كده يا جماعة. اف ملتبلاي اليونت فيكتور اف دا دايريكشن فيكتور. يعني دي فيكتور على نورمها. اه ها. الهائلة عايدة عدي نفسها. اوكي? فبتقسم دايريكشن فيكتور على نورم الدايريكشن فيكتور. واحد يقول له شربه ايه الدايريكشن فيكتور ده? اي فيكتور لنفس بتاع الفورس بتاعتك اللي انت عايز تجيبها. فتيجي ببص هنا. تقول لي بص يا مستر هي الفورس ماشية من البي للاي. اه. يعني انا ممكن اعتبر الديريكشن فيكتور. هو البي ايه فيكتور. ممكن? او مفيش غيره. واحد يقول لي طب استنى. لو انا معي فيكتور هنا. للبي ايه. ينفع اا اختبره الدي. اه. او 예ه الفرق من دو ده? واحد يقول لدي استه ده مكانه مختلف. يا كابتل لو سماحك. الفيكتور ملوش مكان. الفيكتور لي طول. اه. لو انت ا قلت لي طول ده اقصر شوية من طول البي ايه? اقول لك مفيش مشكلة. لقى انت كده كده بتجيب ليوند فيكتور. كده كده بتجيب طوله واحد. انما تقول لي مكان مختلف? ايه? اه. اور او ليه مكان. الفيكتور ليه طول? اه. بيتجاه? اه. الاتنين نفس الاتجاه. لو حتى الفرق بينهم الطول مش فرق ان كده كده بقول ايه? انا بجيب عشان كده انا بقول لك اي لنفس اتجاه الفرصة بتاعتك. بس احنا نروح بايد ليه? ونقعد نجيب واحد مش موجود في الحياة. انا عايز اجيب اني يا جماعة. هجيب يبقى طبعا هنا كده هيبقى اللي هو على نورمو. نورمو اللي بجيبها من بيتها افتكرنا خلاص الايه? لو عارفنا نجيب دي هنعرف نجيب مشكلة ها? طيب. اه يبقى انا كده الحاجة الوحيدة اللي نقصاني ان اجيب البي اي فيكتور. لو جبت البي اي فيكتور طبعا اللي هو البي. البي ايه فيكتور عبارة عن ايه? اه ها. ايه ماينس بي. البي معاك. ال ايه مش معاك. كل المسألة دي عشان تجيب ال ايه? طب تعالى نشوفها نجيبها ازاي الله? هنشوف بقى المعلومات اللي هو مدهاني. هو بيقول لك ان الفوليوم بفور هندرد ناينتي باي. واحد يقول لي ماشي ممكن يا مستر تقول لي اه فوليوم الشكل ده ايه? اسألك سؤال. عشان احنا مش هنحفظ. مع ان كده كده بيعمعك ورقة مفاهم من مفروض ان يفيها الكلام ده. واحد يقول لي مستر هو انا هستخدم ورقة المفاهم في ايه في الماثيماتيكس? ها? مش هتعلمنا ازاي نستخدم ورقة المفاهم? يا بي مش عايزها اصلا. انت هتكتب لي قوانين. هو انا احمر. انا مش عايزها يا اعمل او نستخنون ابقى بص على ورقة المفاهم. لكن هي مش هتضف لك حاجة قوي. يعني مش هي اللي هتخليك تعرفت حالي. يا كيمستري. ها? ولا فيزكس? طيب صلوا على النبي. ها? ماشي. دلوقتي. فوليوم اي شكل? هسألك بقى سؤال. هل هو لي فيرتكس زي الهرم? زي الكون? عارف الارتاص? لي فيرتكس فوق كده راس. ها? لا. يبقى الفوليوم بتاعه. ها? البيز اريا في الهايط. طب لو كان لي فيرتكس. البيز اريا في الهايط برضو بس في قبلها بتاخد التلت. لو ليه فيرتكس. طب لو مالوش فيرتكس زي ده كده. مساحة البيز في الارتفاع. يبقى كده. الفوليوم الشكل. ها? البيز اريا اللي هي عبارة عن سيركل. يبقى باي. ار سكوير. والار هو مدهلك بسيبن. ملتبلاي الهايط. في حاجة صعبة? طبعا السؤال ده خلص بس لحظة. بيو بيو. تعالي نجيب الهايط. الهايط. لأ مش عايز غباق بقى مش مقصة. اوكي. سيفن سكوير. هيطلع الهايط بتن. يبقى كل ده عشان يقول لك ان الارتفاع ده بكام? ده عشرة. يبقى ايه كده? لو عايز تجيبها بسرعة? اهي. ولا هتمشي على الواي ولا هتمشي على الاكس. لكنك هتطلع تن في الزد. يبقى زيرو زيرو. ها? تن. ومعاك البي تن تن زيرو. هتعمل الاي موينس البي هتجيب الديريكشن فيكتور. هتقسم على الديريكشن فيكتور او على كده نشوف او بسرعة. الفوليم معايا. وهو مدهولك. هنعرف نحسب منه الهايط بتن. يبقى انت عرفت ان ارتفاع الحتة دي لما ارزب كام? بتن. من ارتفاع الحتة دي انت كده تقدر تجيب البي تن ايه. والبي احنا جبناها اصلا. جبنا ال اهي زيرو زيرو تن. والبي تن تن زيرو. والدي هو مدهولك. عشان احسب المومنت. لازم يا معايا الف فيكتور. والار فيكتور. عشان احسب المومنت لازم معايا الف فيكتور والار فيكتور. الار سهلة. هي البوينت اللي بتاكت عندها الفورس. ماينس اللي انا باحسب عندها المومنت. فالفورس بتاكت قدامك بعينيك اهيه. من البي للايه. فهي بتاكت في البي وبتاكت في الايه. اختار اي واحدة منهم اعملها ماينس اللي انت بتحسب عندها المومنت اللي هي دي. فالار سهلة. ايه. عملت ايه? ماينس دي. اللي بتاكت فيها? ماينس اللي انا بحسب عندها. جبت الار فيكتور. واحد تاني قال لي طب ما احنا ممكن نعمل البي? ماينس الدي. مش انت قلت الاكشن بوينت ما. ايوة صح. هتطلع الار مش هي هي. بس في الاخر هيديك نفس المومنت ما تقلقش. طيب. جبت الار. عايزين بقى نجيب الاف فيكتور. تبقى للقانون اللي انا قلته. ماشي? هو هناكده الطريقة وزخة شوية. فروت تكتب نور من الاف الاول. بعدين اي 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 انا مش فرقة. على اساس ان ده رقم وده رقم فأس من الرقمين على بعض. الريزلت اللي هيطلع? دخلوا في الدي. وزعوا على الديريكشن فيكتور. اوكي? فبس هنجيب الديريكشن فيكتور اللي هو من البي للايه اللي هي ايه ما الناس بي. بش حاجة صعبة? بعدين عشان تحسب الكروس برودكت. سوري عشان تحسب. اه. هتعمل مش حاجة صعبة خالص. جبت المومنت فيكتور. يلا حباب بنشوف السؤال ده. طبعا اللي منكو هيفتح البي دي اف هيلقي ليه طريقة تانية. لكن انا هحلها بالطريقة اللي انا قلتها لك من شوية في السؤال الاول او التاني. ايه بي سي دي 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 انا اه? ده كده هيكساجون زي ما احنا شايفين. وبيقولك ان في اكس واي ام ان اكس واي ام انا مش فاهم في ايه? حاجة غريبة جدا. ما انت هتقول اكس واي ان ام. انما اكس واي. ايه ده? الطبيعي. لما تيجي تكتب مسألة تكتب ايه? تكتبها ايه الخارة ده? انا ااسف طيب انا انت مالك انت اصلا انا اللي كاتبها. مش انا لك حد غبي كاتبها. انا ااسف يا جماعة صلى عن نبي. انا ااسف. انت متحانك بعد بكرة مش محتاجة تتوتر. انا ااسف. بص كده. فيه نقط زي ما انت شاف اهي? ما لهم? هم بتوع الخطوط او اللي هم فيها. يعني ال اكس هنا في النص. ال ام هنا في النص. ال واي هنا في النص. اوكي ال ام هنا في النص. حلو جدا. اختيب لي برضو. طبعا كمفروض يديك الفورسز الاول فاللي كتب المسألة هو بنى ادم حمار. وانا هعرف هو مين وحاسبه كويس قوي. بنى ادم والله غبي. بنى ادم غبي. فروض تكتب لي الفورسز. قالك there resultant. طب فين فين اللغة في الموضوع? عموما يعني طبعا انا شايف ان فيه يمين. وفيه يمين باردك. حلو جدا. والاتنين طرالل لبعض. واضح طبعا. اوكي. عايز يعرف ال resultant بتاعتهم بتاكتفين ودك اربع اختيارات. يا عم يسيبك من الاختيارات. ويسيبك من طريقة الحل اللي انت هتلاقيها في البي دي اف. انا هحلها لك بالطريقة اللي انا قلتها لك في اول او تاني مسألة لما بيكون معاك شوية فاكركم انا بنعمل ايه? اهوم. فورس كده وفورس كده. الاتنين فارالل. فال resultant بتبقى ما بينهم. في النص لو كانوا الاتنين قد بعض. وفي النقطة بتقسمهم او بتقسم المسافة بينهم برشيو عكسية بنفس رشيو الفورسز. يعني مثلا لو دي 5F ودي 2F. السؤال ال resultant في النص? لا لو كانوا قد بعض كانت هتبقى في النص. هتبقى اقرب للاكبر هنا. الرشيو بقى بكام? ها? هي دي. بالنسبة لدي. دي خمسة ودي اتنين. تقسمهم على بعض. ده over ده. الF cancel F. يبقى five over two. يبقى دي كده. five? مش five meters. نسبتها five بالنسبة لدي كده اتنين. يعني ممكن نسمي دي five L ودي two L او اي ان كان. يعني لو دي كلها سبعة هتبقى دي خمسة ودي اتنين. في مشكلة كده يا جماعة? عكس. ده على ده بfive over two. يبقى دي اللي five البعيدة ودي التو. اوكي? هنعمل كده هنا. صالبين على النبي. دي تولف. ودي فور. والاتنين زي ما انتا شايف. عارف لو كانوا عاكس بعض? ها ها. مش عافح لها كده. بتحح لها بس كده هتبقى صعبة شوية. ليه بقى? لان كانت ال resultant هتبقى برة. في اتجاه الاكبر. اوكي? هنا. ال resultant فيش حد يقدر ينكر ان هي بسكستين. يمين. سهو عايز يعرف هي فين. اوكي? دي اتناشر. ودي اربعة. اقسم كده. اهان. بكام? بسري? يبقى دي تلات اضعاف دي. في مشكلة كده? طيب. اعمل لي خط بينهما هو يا سي دي. اهان. والاتنين يمين كده. ده الخط بينهم. ال resultant تبقى. تبقى في النص. لو كانوا الاتنين او الاتنين او الاتنين يا عم ماشي. لكن لا دي في واحدة او واحدة طب. هتبقى تحت ولا فوق? تحت اقرب للاكبر. معرفش فين لحد دلوقتي. يا عم هنا. كاني حمار. كاني مش عارف انها في ال ام بمجرد النظر. كاني حمار. اوكي. هنا هوا. بتقسمها بنسبة كام? الى كام? عكس. ده على ده بتلاتة الواحد. صح كده? يبقى دي تلاتة. بالنسبة لدي واحد. طيب خلاص. دي قطعة. ما هقالك ان دي ميت بوين. سيميلاريتي. سيميلاريتي يا جماعة. ما طالما دي في النص? يبقى دي في النص. سيميلاريتي. نفس الكلام تحت. يبقى دي. قدي دي هي. ودي قدي دي. طبعا احنا اصلا عارفين ان الحتة دي بروت سري اوفر تو ال. ودي روت سري اوفر تو ال ما دي كلها روت سري ال. دي النص ودي النص التاني. من اللي هو اديه لك فبقى دي الربع والربع والربع والربع. فدي كده تلاتة. يبقى دي واحد. يبقى في الام ان. يبقى اللي اجابة? الان ام صح? اه صحيح. مش ام ان. ان ام العكس هي مين? اخد تفهم حاجة يا جماعة? مش انت اصلا عارف ان الهيكساجون. معيش يا جماعة انا قسف انا بس عندي مشكلة في التنفس ها? عشان انت هتلاقيني. بس انا شوية وهبقى كويس ان شاء الله. ركز بس معي. ايه اللي حصل? ها? عندي مشكلة في التنفس. غريبة قبل. اه انت كده كده عارفين اصلا من المعلومة القديمة ان ده دياجونال. سوري. ده دياجونال. نط من دياجونال. اوكي? طوله وانت عارف ان الحتة دي كده بتقسمه نصية. دي المعلومة اللي انت قردي عارفها من زمان. اه اه. عرفت انت بقى بما ان الواي في النص ان هو كده من السيميلاريتي. ما هو ده? قد ده. يبقى لازم ده قد ده. الترينجلز السيميلاري لبعض. فاكر الكلام ده. ها? انا مش عايز اقولك ان ده نص ده. ها ها. سيميلاريتي. اوكي? طيب. فكده دي قد دي. وانت عارف ان الاتنين دول قد بعض. وليه قد دي? يبقى برضو دي. قد دي بالسيميلاريتي. يبقى ده ربع 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 ربع. يبقى ده كده تلاتة وده واحد. في حاجة صعبة? ها? انا مش عارف في ايه. تعال نكمل يلا. يلا حباب نشوف السؤال ده. طبعا سؤال سازج. وزي ما قلت لك الستاتيكس بتيجي طويلة شوية. فمفروض تبقى ايه? اسكى وتحل اسرع وتقرأ كل حاجة كويس. فورس اف. مش معاك. بتاكت في نقطة. والنقطة كمان مش معاك. يبقى انا معاك الفورس وانا معاك البوينت. حلو جدا. اوكي? طبعا انت عارف في الحالات الازاي دي. لو احنا هنحل المسألة بجد بقى. بنفرد الاف. مثلا اكس ووال. اكت. بنفرد النقطة ايه وزيرو. على اساس ان لو الفورس ميلة. فاكر الكلام ده. شرحناه في الفورس لو ماي له. هه? كده كده مصرها تقطع ال اكس اكسس ومصرها تقطع ال واي اكسس. طب هي الاف. لو كده. عليها كم بوينت? بتاكت في كم بوينت? يا اخي كتير قوي. ممكن دي وممكن دي وممكن دي. طب. مالا ده ال اكس اكسس وده ال واي اكسس. ما في بوينت على ال واي اكسس. اكيد موجودة طالما الفورس مش ريزونتل. سوري. طالما الفورس مش فيكتر. مش ها? واكيد في بوينت على اكس اكسس. فانا افرد البوينت اللي على الايه? اللي على اكس اكس. اوكي? بحيس اقلل يعني عدد المجاهيل. واحد يقولي طب ما انا ممكن افرد او بي. ها? انت يعني زكي كده? طب ما ممكن تفرد او بي. بس انت باحمار. ليه? انك كده زودت عدد انا خليتهم تلاتة بس. ده لو. بس المسألة دي مش كده. بس انا قولت افكرها. طيب بيقولك ايه بقى? بيقولك اف ده مومنت اباوت مومنت الاف اللي هي لا معك ولا الاكشن بوينت معاك. اوكي? اباوت تو بوينت بي و سي. ار بالترتيب. يبقى عند البي بتويني ات كي. وعند السي بنيجاتف تويني ات كي. يعني مومنت عند ال ايه? عند البي سوري. نيجاتف المومنت عند السي. من هنا كده على طول هادي ديوس. هستمع انتج ان الفورس بارالل للبي سي. صح? بي سي. بارالل لو كان المومنت اد المومنت بنفس السي. ها? لكن طالما دي نيجاتف دي. يبقى كده الفورس بتقسم الخط بي سي. حلو جدا. بيقولك ايه بقى? يبقى الف فانش المومنت بتاعت الف فانش يعني بتنعدم حوالين اني نقطة. ركز كده في السيئة. هو لما قالك الف بتنعدم حوالين اني نقطة. يعني هو عايز يقولك ان المومنت عندها بزيرو. ايو ما يا بتنعدم يعني المومنت بزيرو. سوري انا مش قصدي كده. انا قصدي هو عايز يقولك الاكشن بوينت. اه. ما هو البوينت اللي بتاكت عندها الفورس يعني بتعدي عليها المومنت بتاعتها بصفر. اسمع تاني بقى. السؤال. صديقي هو هنا بيسألك يسألك بيسألك عن ايه? بيسألك عن الاكشن بوينت. بنلع لك ركز عشان هقولك فكرة جديدة كمان. ممكن تيجي في سؤال زي ده. ما احنا بنتعلم لي نفسنا. هو بيقولك الفورس بتاكت في اني نقطة. سوري ما قالش بتاكت في اني نقطة. بس هو قال كده بس مش بشكل صريح. اه. قال لك ايه? ده مومنت اوف اف فانش بتنعدم حوالين اني نقطة. ايه? اه? ما الفورس ليها مومنت هنا وهنا مش مومنت بزيرو. لو المومنت عند الاتين بزيرو كنت تقولك ممكن الفورس اصلا تبقى بصفر مفيش فورس. لكن لا دي ليه مومنت. يا بقي فيه فورس. وطالما في فورس امتى المومنت تبقى بزيرو? لو الفورس بتعدي عن نقطة دي? يبقى هو هنا سؤاله مش الفورس المومنت عند اني نقطة بزيرو. هو هيقصد الفورس? بتاكت على انه نقطة. بتعدي على انه نقطة في دول. في مشكلة كده يا صديقي? ها? بتعدي على انه نقطة في دول. فانا عارف نقطة. ممكن اقولك الفورس وتعدي عليها مش هي بتبيسيكت البي سي يبقى اجيب الميد بوينت اوف بي سي اها الميد بوينت اوف بي سي هتجمع الاتنين وتقسمع الاتنين سريو سيفن تن اوفر تو? فايف? فايف وان سيكس اوفر تو سري. فايف و سري موجودة? موجودة يبقى الاجابة? سي! يلا حبابي نشوف السؤال ده. اه بص. ده فقه من المسائل. مسائل. اه? اه. اللي هي بتبان صعبة قوي? انك تفهم السؤال اصعب بكتير من حله. عشان تحل السؤال مش ااخد منك دقتين. فتعالك كده نفهمه بس الاول. اه بيقولك ان اه بي رود طبعا هي بس مش اه الرموز مش مكتوبة ده الا. وده كده البي. ده رود. اوكي? اه كونكتد فروم ايه? تو اجوينت. جوينت هنا يا جماعة يعني هنج. اوكي? الهنج ده لي. كلنا عارفين الكلام ده. اكس. سوري هو هو مروش تو ري اكشن ها? هو ليه ري اكشن واحد بس محدش في الدنيا يقدر يعرف اتجاه الري اكشن ده. اه بص كده افكرك بسرعة. ده هنج. ليه ري اكشن انا ما عرفش اتجاهه. الري اكشن ممكن يبقى الفوق ممكن يبقى كده ممكن يبقى كده ممكن يبقى كده ممكن يبقى حتى يبقى البرة كده ممكن يبقى هناك. الله عالم بقى. طب بما ان انا معرفش اتجاهه. مستحيل اعرف اتجاهه. الا لو ايه? تعال افكرك بالحتة دي. الا لو هم بس منهم اتنين بيعدوا في نفس النقطة. يبقى لازم الرياكشن ده? يروح لهم ويعدي على نفس النقطة اللي الاتنين دول عدوا عليها. دي نظرية مش عارف التفكيرها ولا لأ? طيب. فحنا كنا بنعمل ايه بقى ببقى ان الرياكشن اتجاهه مش معروف? كنت كأني بعمل له الريزيليوشن. يمين وكمبوننت فوق. بسمي الكمبوننت دي ار اكس او اكس. وبسمي الكمبوننت دي ار واي او واي. واحده اللي اشربه. بس هو لو لبرة هيبقى شمال وفوق. فيش مشكلة. الاكس دي بمعادلات الاتزان اللي هو اليمين قد الشمال. هتلاقيها طلقت معك بالنجاتف. تعرف انها لأ ما كانتش يمين كانت شمال. نفس الكلام في الواي ممكن لو زي دي او دي. الواي تبقى لتحت. فممكن الواي تبقى نيجاتف. طيب. فالهنج ده. ليه الرياكشن بما أني معرفش اتجاهه بفرضو two components. اكس و واي. أوكي. كمل السؤال. بيقول لك فيه فرس زي ما انت شايف كده وبتكلم عن الفرس دي. بالجرام دوت ويت. أوكي. يعني دي كده 50 جرام دوت ويت في هنا فرصية. اوكي? اه وفي هنا عند البي فرصة سكستي لتحت. ماشي. بيقول لك ايه ما بص ركز كده? then the reaction of the joint. اه الهنج. بيميل على اللي هو ده الهريزونتل يعني. بيميل على الهريزونتل بانجل سيتا. هات تانها. هات تان السيتا. واحد يقول لي ما بسكستي. تان سكستي رود سري اوفر سري. تقريبا. ها? ها? اسمع. ها ما بلاكش اكلي زاوية ميل الرود على الهريزونتل. بقول لك انا عايز الانكلان او تاني الانجل بتاعة reaction. reaction. ها? الهنج مع الهريزونتل. ركز كده معا. طبعا حل السؤال ده عبيت قوي. فاكر انت لما كان بياه هنج كده. ادي اكس. انا بفكرك اهو. ودي واي. فين الرياكشن بتاع الهنج بقى? الاكس? ولا الواي? اللي تنيد. فالريزولتنت بتاعتهم? اللي هي روت اكس سكوير بلس واي سكوير. دي كده هي reaction الايه? reaction الهنج. طب. لو عايز الانجل بينه وبين الاكس اكسس. تعمل ايه? اهو من التنانجل ده? او تان. تانها. تاني الانجل دي. بتساوي. الواي اللي هي دي. اللي هي الابوسيت على الادجيسن. الواي على الاكس. الكلام ده احنا عارفين او مستر مش مشكلة. اوكي انا قلت افكرك يعني يمكن تكون ناسي. فالموضوع هنا اصبح بسيط اوة يا جماعة تعالى نشوف الحل بسرعة. اه. الفورس. حاسبي. الفورس دي انا شمال وفوق. واحد يقول لي مستر هو انت جبت منين? جي ميت عارف انت? كمل ده يا حبيب قلبي. ده يبقى ايه? في ايه يا جمع? ده يبقى حرف زد. في ايه? زي ما دي تبقى دي سكستي. ودي كلها فتبقى الانجل دي الكم دي ناينتي ودي سكستي بقى دي سيرتي. يبقى هنا فيفتي كوساين سيرتي وفيفتي ساين سيرتي. الغي الفيفتي. في حاجة صعبة? سوي لي بقى اليمين بالشمال واللي فوق باللي تحت. على عند الهنجي انا افرد اكس كمبوننت الف او الارسولي الريزالتنت واي كمبوننت. ساوي لي مين بالشمال يبقى ال اكس بتساوي فيفتي كوساين سيرتي. اها. ساوي اللي فوق باللي تحت يبقى واي بلاس فيفت اها ساوي سكستي. جبت الواي جبت ال اكس اسمهم على بعض جبت تاني ستا. في ايه حاجة صعبة? يلا حبابي نشوف سؤال نمبر سيرتين نمبر سيرتين. اوكي. if the rod is balanced paranced. paranced يعني متزن. and the forces are in kg. weight. هي كيلو جرام دي وحشة قوي. هي kg. weight. انا بقول لكم فيه خنزير بيكتب المسائل. انا بعتذر عنه. اوكي? then if equal. طبعا انت لو مش عارف ليه كيلو جرام دي وحشة قوي. يعني كيلو جرام دي unit of mass. ها? 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 وحدة كتلة. لكن لما بتبقى weight هي kg. بس بنيكتب kg. weight. عشان normal لإيه? لforce. او انت عارف ان weight غير المس? اه. المس. سكيلر كوانتيتي. انما الفورس. انا اسف. weight. كوانتيتي. هو الويت اصلا. فورس. طيب. انا بقول لك then if ايه? وبديك اربعة اختيارات. طيب. صلي بينها عن نبي. الفورتي والفورتي بيكونوا لي couple. والف والف بيكونوا لي couple تاني. وانت بتقول لي ان هما الاتنين ايكوليبرا. يبقى لازم ان الكابل الاولاني يساوي الكابل التاني. بس في عكس الاتجاه. طب ما هما في عكس الاتجاه. الفورتي والفورتي يعني negative. والف والف يعني positive. خلاص. يبقى normal force المومنت الاولاني بتاع الكابل بيساوي نورم التاني. يعني المومنت الاولانية ازا نورم بقى. خلاص انا عارف ان واحدة negative واحدة بصف عشان هو قالك ما قالكش equivalent couples. قالك اكوليبريم. لا يمكن انا اتزن ازدواج. لا يمكن يحصل اكوليبريم under effect of couple. الا لو في couple تاني اده وعكسه. وده اللي حصل هنا او. طيب. يبقى two couples قد بعض. الكابل الاولاني عبارة عن 40. في normal distance بين الاتنين. هتمدي الف شوية كده. دي. اللي هي 20 cos 30. والكابل التاني. اللي هي F. multiply normal distance اللي هي الحتة دي. اللي هي 10 cos d. نفس السيرتي. جبت. آآ الف مفيش مشكلة. في اي حاجة صعبة? هنا طبعا انا عامل ان المومنت بزيرو. طب فيهم واحدة نيجاتف والتانية بوستف. طب ما اتوديها الناحية التانية بتقول ان الاتنين بيساوا بعض. اي اي اي. اوكي. يلا حباب نشوف اه نمبر اه فورتين. اي بي بكزا. سي بي سي بكزا. سي دي بكزا. اطوالهم معايا. وقال لك ملحوظة ان ال اي والان. ال اي. ال ميبوينت اوف بي سي. والان هي ال ميبوينت اوف سي. سي دي. يعني دي دي كده. اوكي. حلوة جدا. طيب. آآ ممديك الاطوال. يبا مش مشكلة يعني كل حاجة معك. قالك ان في ماسيز واضح انها سنتر اوف جرافتي. آآ فايف وتن وففتين. ما تعلقين في الاي والاي والان. يبا في هنا فايف. في الاي في تن. في الاي في تن. يبا هنا في تن. طبعا احنا فاكرين كويس او ان انا بس بعمل الويت ميل كده. انما هو احنا نيرى. احنا نكفر. اه? انا بس برسمه ميل عشان عيني تهمها انها تكون شايفة الوزن متعلق في انه نقطة بس. اللي هي الاي. عشان من الحياة جدول. طيب. آآ الففتين في الان. يبا في هنا ففتين. طبعا الحياة جدول وآآ عشان نجيب السنتر اوف جرافتي. الحياة جدول ام اكس وان. في كم كتلة? ها? هم تلاتة. كم وكم وكم? فايف وتن وففتين. هنجيب بس كل نقطة. سوري. كل الويت بتاعته. بعدين نطبق الرول. جبنا السنتر اوف جرافتي. المسألة خلصت. طيب. شربوا شربوا شربوا. ها? افرد الورجن بوينت فين. والله لو الموضوع ليك انت افرده في المكان اللي يبقى احسن وانت بتجيب الاطوال. لكن هو هنا قال لك انا عايز السنتر اوف جرافتي اوف دا سيستم with respect to see. ها? يعني هو بيقولك افرد للورجن عند السيدي. اوكي? فيش اي مشكلة? يبقى دي كده الاكس اكس ايه? اهه. ودي الاكس داشة يعني ودي كده هي بس مالك مني شوية. مش مشكلة. اهه. حلو جدا. طيب محتاج كم نقطة? اجيبهم لك كلهم. انا ممكن اجيبهم لك كلهم بس هو مش 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 عنف يا جماعة. هاتل اللي انت محتاجه. انا محتاج الان. اوكي محتاج الدي? لا لا لا. انا محتاج الاي كمان. عشان خطر فيها التن ومحتاج الاي? بس. استأذنك اجيبهم لي طبعا الموضوع بسيط الا. الان هتمشي يمين ولا اطلعت ولا نزلت على الواي تبقى زيرو. الاي هتطلع فوق تن. لكن ولا امشيت يمين ولا امشيت شمال. عشان تروح للا ايه? هتطلع فوق ايت. وهتمشي شمال سيكس. فتكتب سيكس. فتسقط. ما انا كمشيت شمال. يعني افرد تحط نيجاتب سيكس. طبعا خلاص الفايف هنا اهي? في النيجاتب سيكس والايت. اوكي? والتن? فين التن كانت فين? هنا هي. زيرو فور. زيرو وفور. الففتين اللي هي كانت هنا. فايف وزيرو. في حاجة صعبة? هتطبق الرول تجيب الاكس جي والواي جي جبت السنتر اف جرافتي بوينت. ها? يلا حباب نشوف السؤال ده. ايه بي يونيفورم رود اف لاب كزا تن? في النص اهو ما فيش مشكلة لو معك طول الرود. يقسموا نصين. لو مش معك طوله افردوا اللي ما يعرفش يقول عتس. انا ما عرفش طوله بكام? فهفرده. ما حدش قال حاجة. لكن العتس ليه اصول. الاصول بتقول لك ايه بقى? طيب ما انت هتقسمه جزئين بدل ما تسميه كله اللي. يبقى هاف اللي وهاف اللي? لأ. سميه كله تو اللي. فبحيس ان دي تبقى اللي. ودي تبقى اللي. وكده كده في الاخر اللي بتتكانسل. بس يفتكر ان الرود كله تو اللي. هو هنا بيقول لك ان دي سموث. ففي نورمال راكشن هو مسميها ار مش ان. مش مشكلة. وفي هنا ار. يا فين الفريكشن. هو قال لك ان هو رف. بس هو ما حطش فريكشن. ها? بيلعب بقى بيشوف ايه? انت هتفتح اللي ولا لأ? طيب السؤال عادي جدا بيقولك ان في فورس. اها الشمال. كده انت عندك احتمالين. اه. لو الفورس كبيرة قوي بتزق الرد لجوه. اه. فممكن الفريكشن تبقى لبرة. وارد. ولو الفورس صغيرة. يا دوب بتخليه ما يتزحلقش. يعني هو على وشك انه يتزحلق. اه? يتزحلق. يعني النقطة تطلع. يبقى الفريكشن جوه. ها? يبقى انت عندك احتمالين? ياما الرود او اللادر. يكون على وشك انه يتزحلق. فالبوينت اللي تحت دي بتخرج لبرة. فالفريكشن جوه. ها? ياما يكون على وشك انه هو في اتجاه الحيطة. لو هيتحرك في اتجاه الحيطة النقطة دي تبقى الجوه يبقى الفريكشن برة. طب يا مستر. مال اف شمال. بتزقه. فاكيد الفريكشن برة. صح? الكلام ده مسصح. هتقول لي اه عشان هو هين? لأ. بغض النظر ان هو قالك فروم سلايدنج? يعني هو على وشك انه يسلايد. ها? لاش علاقة خالص? هو انت فاكر. لما كنا بنحط بادي على. هو لسه عامل كده. ها? كنا بنحط بايه? استنى. اه. لما كنا بنحط بادي على انكليند بلايه. حلو. ونشده الفوق. هل ده معنا انه هو اباوت تو موف اب وورد? فالميو ان التحت? لأ. ده ممكن تكون الفورس اللي بتشده الفوق. يا دوب. بتمنعه من انه مايتزح لقش. زي هنا كده. فاهم حاجة? انا ما كنتش محتاج اصلا. الكلمة دي. عشان هو قال لك ليست فورس. اقل قوة. لو كانت ماكسيمان فورس. يبقى الميو ان عاكسها لبرة. لان هي كبيرة. فهتخليها تحرك لجوه. قال لك ليست فورس. يبقى الميو ان فين معيها. شنه يا ليست? طبعا مسألة عضية جدا. ما فهاش اي حاجة. هتساوي اليمين بالشمال وتساوي اللي فوق باللي تحت. وهتحسب المومنت. تبقى للخبرة الشربنية. اه سوري استنى. ايه? استنى. هنج جراوند سببورت او سترينج. ها? ولا في سببورت ولا في سترينج ولا في هنج. يبقى جراوند. خلاص الموضوع بلا عند الول. لا طبعا عند الجراون. احسن المومنت عند الجراون. سبب زيرو الموضوع انتهى. في اي مشكلة? يلا حباب نشوف نمبر سكستين. بيقولك اي بي سي دي از افريرو جرام نويتش دي بسيرتي دي جري والأبي بتولف. اوكي بيقيتين. انا بجيب ارقام جريبة جدا ودي توني سنتيميترز اوكي. زي اللي انت شايفهم دول بيكونوا كابل. سبحان الله ما قدتش عارف لو انت بكتش قلتلي. ما هو ناين وناين? قد بعض وعكس بعض. ومش هنفس الخط طبعا. وثيرتي وثيرتي. فالاتنين كابل. فالاتنين كابل يدود كابل واحد. ها? كمل. تحب اجيب لك القبل? اجيبهولك عادي مش مشكلة. بس تعال انكمل نشوفه واحد اي. بيقولك ايه. 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 تقول لي بقى ان فيه تو فورسز اتحطو زيادة وهترمو الكلام ده? يلا. ايه. ايه. بيأسروا في التو بوينتز ايه ودي. واحدة في الايه والتانية في الدي. طيب. كده انا عرفت ان الاولانية الف في الايه. بس معرفش اتجاهها يا ترى هي طالعة مالة كده ولا فوق ولا عاملة ازاي بقى انا معرفش. والدي اكيد عكسها لان هما اكيد هيكونوا قبل ها? فانت ما تعرفش اتجاهها لكن عارف انها في الايه والدي وعارف ادنين عكسة بقى عشان تعرف انه في قبل. هو بيقول لك ايه? اه بيقول لك بيربينديكلر على الايه دي. شاف كابتن الايه دي ده? بيربينديكلر عليه. واحد يقول لي بس يبقى دي فوق ودي تحت. لا اتم ما يمكن دي تحت. ودي فوق. ها ها? كابل ولا مش كابل? في الحال تنعبه هو بيربينديكلر. هو قالك بيربينديكلر. معلكش من فوق ومن تحت. ها? هنعرف منين يا صديقي? من اتجاه الكابل. لو هو كلوك وايز. كلوك وايز يعني نيجاتيف. لو الكابل هيطلع نيجاتيف. هيلف كده. كلوك وايز. فتبقى دي تحت. ودي فوق. والعكس بالعكس لو بازد. اوكي? بيقول لك تفورم اكاها اكابل يعني هاتل الكابل الاولاني. اوكي? سيبك من تو فورس دول دلوقتي تعال نجيب الكابل الاولاني يلا بسرعة. الكابل الاولاني عشان قدر احسيبه. اللي هو موجود دلوقتي قبل ما احط الفورسين التانيين. الجدادة اللي انا هحطهم هيدوني الكابل اد الكابل اللي موجود دلوقتي. يلا. ماشي. اه معايا واحدة للناين. هشوف والساين. واحدة للتيرتي. هشوف والساين. طب بالنسبة للناين. عشان اجيب الناين دي والناين دي عشان اجيب الديستانس بينهم. بقفش اي بوينت على الفورس الاولانية. تفكر ولا ايه? ها? ها? بقفش اي بوينت على الفورس الاولى. انزل منها على الفورس التاني. فانا بقول مثلا انا هاخد البي على الناين اهي? وانزل كده. في الانجل دي بكم? الاتنين اللي قد الاقصاد بعد قد بعض. دي والاتنين دول مجموعهم هندرد ايتي. يعني دي تبقى دي هندرد ايتي. يبقى هندرد ففتي. والوقصادها هندرد ففتي. اوكي? معقول هندرد ففتي. اه هندرد ففتي. اوكي. دي سيرتي. فعشان تجيب اللي انت عايزها اللي هي تكتبها هنا. تبقى عبارة عن ايه? ها? التول ده شوفوا بكم? في ساين سيرتي يديك الاوبزت. فالطول ده بتويني. يبقى ساين سيرتي. استنى نسينا الدياريكشن. اوكي? ده تحت وده فوق هيلفه كده. انتي كلوك وايز يبقى بوزد. السيرتي نيجاتيب ايه عشان ننجز. ماشي? عايزين يجيب النورمال ديستنس. ما بين السيرتي والسيرتي. السيرتي هي والسيرتي هي. ايه فيش بوينت على الاولانية? ممكن واحد ياخد البوينت دي. فنتطر نمد من برا. يعني هي مفيش مشكلة. اوكي? دي حرف زد. فدي بردك سيرتي. فالنورمال ده عبارة عن الطول ده في ساين سيرتي يديكي. فالطول ده بقيتين لو انت شايف. يبقى ايه? ساين سيرتي. هتحسب المومنت الاولانية. في حاجة صعبة? ايه ان كانت بكام? طيب. انا بعد الوقتي بقولك. ايه مش ايه ان كانت بكام. انا عايش شوفها بوزد بلا نيجاتيب اوكي? ايه مش عارف ايه لقده شكله اكبر. ان شاء الله تطلع نيجاتيب يعني. شكله اكبر زدائتين. انا عبيت ولا ايه? اه دي سيرتي انا ااسف. ده شكله اكبر ان شاء الله. فمعنا ان ده اكبر. فالريزل تطلع نيجاتيب. وهو قال لك هنا. اخلي بالك مش هتفرق في الاجابة. بس انا عايزة بعلمك الصحة. انت مش هتفرق معاك. لو حطيت ده فوق وده تحت فتبقى والعكس تبقى نيجاتيب. مش هتفرق في الاجابة لان انت عايز قيمة الاف. ان ما انا بعلنك لي. اوكي? هو هنا قال لك ايكويفلانت. ولا قال لك تو ايكويبريام و the previous couple? لا ده قال لك ايكويفلانت. خط بالك. ايكويفلانت يبقى القابل الجديد بتاع الاف قد القابل ده وبنفس اشارته. القابل ده بالنيجاتيب يبقى القابل بتاع الاف والاف نيجاتيب زيي. ها? لكن لو كان قال لك ايكويبريام. القابل ده نيجاتيب يبقى التاني. اه? اوكي. يعني بيكافقوا. بالزبط. فالقبل ده نيجاتيف يبقى التاني نيجاتيف. يلا. يبقى انا عايز واحدة هنا بربنديكلا واحدة هنا بربنديكلا. يبقى ده فوق. وده تحت. مش هتفرق كتير بس انا قلت قولي. طبعا بينهم بتواني. عشان تحل سؤال زي ده زي ما انت شايف كده. ايه كل ده? ها? والله كبرت الموضوع قوي. ها? مش عارف حاجة. ماشي? طبعا السؤال اسهل من كده مش عارف هو عمل ايه? لحظة معلش. اه يعني بيه? على اساس انك عبيد يعني فاهم? انت لسه مولود فبيرسم لك الها? يلا حباب نشوف نمبر سيفنتين. في سكوير. اه ها? وعلم على كلمة سكوير دي. ها? عشان مش هتفيدك بحاجة بس انا قلت اقول لك. بس. لحظة من فضلك. خلينا اسألك سؤال. لو جاوبته صح? انت كده خلاص السؤال بالنسبة لك ده انتهى. اه انا عايز الفت نظرك لمعلومة. انا سبق وقولتلكم ان هما ست امتحانات. عايزك مش تحلهم وتحفظهم. اه ها? عايزك تفهم كل سؤال بالزبط. الست امتحانات دول يأهلوك انك تبقى ممكن تخش الامتحان ها? يعني مش هقفل مش الكلام ده? اه تقفل او لأ دي حاجة راجعة لايه? شوف بقى انت عايز تسميها اجتهاد نصيب رزق حز. شوف انت ملحد ولا ايه? اه ها? شوف انت عايز تعمل ايه? اوكي? كل اللي انا عايز اقوله. كل سؤال من دول محطوط تبقى زي ما اتاك للكلام بتاع الوزارة? فهو بيختبر معلومة فيك. السؤال بقى بيتعمل ازاي? يعني انا فاهمك الوزارة بتعمل ايه? او مش الوزارة? مركز الامتحانات بيعمل ايه? هو بيبقى عايز يختبر معرفة او قدرة الطالب على تعلم. ها? قدرة الطالب على تعلم المعلومة دي. ان لو انت معاك ايا كان سبعين الف نقطة. كتير. وفيه كابل بيأثر في البلين ده. يبقى لو حسابة المومنت عند الايه? هي هي المومنت عند البي. هي هي المومنت ات ايني بوينت? بتساوي المومنت اوف كابل. بس خلا. المعلومة دي. السؤال ليك عارفها? عارفها هيبقى تحل السؤال الموضوع انتهى. ييجي ازاي بقى? صدقني يا صديقي. بتختلف. كل الاسئلة لو بصيت وتأملت انا هحللك اول واحد. وانت هتحله تاني. ولازم تحله تاني بايدك. بعدين تكمل الخامسة البقية. هتلاقي البي دي اف زي ما انت شايف كده. الاول ما فهوش الحل. البيج اللي بعدها على طول في الحل باللستيبس. عارفت تحل عرفت. معرفتش? فكر مرة واتنين وتلاتة. بعد كده في الاخر خالص. روح اسأل هابقوا متحين معك الاربعة وعشرين ساعة خلال اليومين دول. ايه? الاربعة وعشرين ساعة? اه. اه. هيردوا بسرعة باذن الله يعني باذن الله لو ما فيش ضغط مبالغ فيه. مش هتوصل انك تستنع السؤال اكتر من دقتين تلاتة. ده لو في ضغط. ها? اما لو ما فيش ضغط هنعمل ايه? ها? السؤال هيترد في ساعتها باذن الله يعني ربنا يسطر مش عايز ايه? عيا كان يعني. لكن اللي انا عايز اقوله لك انت لازم تحل بيدك الاسئلة دي كلها. فزي ما بقولك. كل سؤال وانت بتحله حتى انت ممكن من نفسك تشوف المعلومة انه هو كان بيختبرك فيها. بس مش لازم تبقى معلومة واحدة. ساعات بيبقى كزا معلومة. السؤال ده بيختبر معلومة واحدة. اللي هي دي. انا عارفها الحمد لله. في بيقولك ان قبل النورم بتاع المومنت بتاعته بفورتي. بس. بس ده النورم مش الداركش مشكلة. يبقى كده المومنت بكام? ممكن ترد عليها? يا جماعة لما بعمل فيديو ببقى منتظر انك ترد. انا مش بحل مسألة. انا وعايز احل مسألة مش تاخد مني دقيقة. انا بقولك هات. بعد اذنك لو صبحت. بعد اذنك لو صبحت. ما تبقاش مغفل. انا لما بطلع في فيديو ببقى منتظر منك تعمل ايه? ها? تجيب ورقة. مش ورقة حرفيا. تجيب كشكول كبير يعني تكتب كزا حاجة ها? وتكتب نطس ورايا. وتتعلم من المسألة. انا وعايز احل المسألة. طب ورح اللي هي جماعة. ما محلول اخش على الصباح انت هتفهمها. انت عايز تفهمنك دلوقتي. لو شفت الانسر مش هتفهمها. فبعد اذنك افهم اللي انا عايز اقول رد علي الله. المومنت ات اني بوينت. اي بي سي. بقولك ايه تعالى. تعرف في المسألة دي. تقولي المومنت اباوت. البوينت اللي اسمها دي. بكم? ها? بحدي قولي يا دي دي فين? يعني مش مهم دي ولا سي. المومنت بكام? رد بقى كده? خنزير. اقسم بالله خنزير. عارف ليه? انا يا ابني عارفك. عارفك وعارف انك خنزير. انت قلت فورتي. بس هي مش فورتي. هي ممكن تبقى فورتي. ممكن تبقى نيجاتف فورتي. هو انا لما بسأل. رجع كده الفيديو من شوية. شوية حالا. هو انا سألت اقولت لك نورم المومنت بكم? عشان تقولي فورتي. لأ انا بقولك المومنت بكام. فالمومنت ات ايني بوينت? يا فورتي يا نيجاتف فورتي ما انا مش عارف القبل المومنت بتاعته بكام? سانعارف ان النورم بتاعه فورتي. في مشكلة كده? طيب. هو هنا اختصر الموضوع وقابلك نورم المومنت عند ايه بفورتي. فورتي. فورتي. الله! فورتي وتلاتة فورتي يعني خمسة فورتي رقص واحدة فورتي باربعة فورتي اربعة فورتي يعني. ايه? ها? 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 في حاجة صعبة؟ يلا حباب نشوف اتين. آآ اباضي افوة دابليو. ده في فورس تربنديكلير اهو شايفها? اوكي? يا دي روانتي دجري. حلو جدا. بتاعها تو دابليو. اوكي? تعال نكملها كده. يبقى فيه هنا تو دابليو. اللي هي الفرس دي خلاص. حلو جدا. اعمل لي بقى المرة بقى. يبقى فيه هنا دابليو. وهنا دابليو ساين سكستي. اه ما تنساش طبعا ان فيه فوق نورمال ري اكشن. سميه ان سميه ار. ايه ده? استنى. ايه ده? ايه ده? ايه ده? ايه ده? ايه ده الميوين الفوق. حلو جدا. فلو جينا سألنا هو بيقولك انا عايز كوفيشن توفستاتيك فريكشن. خلي بالك. اول مسألة قالك انا عايز نفس السؤال ده ممكن يجي لك اقسم بالله. يبقى بص يبقى عظمة. تخيل لو جالك كده ساعتها تطلع تعمل ايه? تبوس ايدي. بس هو مش هيحصل يعني. مش منطقي لا تأتي الرياح بما تشتهي السفر. فهم? يعني هو مش منطقي. بس تخيل لو جات لك. تخيل نفس السؤال ده? وما كتب لك هنا ستاتيكس. كتب لك كاينيتك. فتقوم انت جاب الاستاتيكس. اوكي. والكاينيتك مفروض تبقى اقل من الاستاتيكس. اه. معك اربع اختيارات منهم تلاتة. قد الاستاتيكس منهم واحدة. هي الاستاتيكس اللي انت جبتها. فطبعا تسقيل في اللي انا منطلع بقى تختارها بقى هاي. واتنين اكبر منها. ما تختارهمش. اختار الاقل منها. لان دايما الكاينيتك. اللي كوفيشن في كاينيتكس اقل منها. اوكي. سؤالك ستاتيكس يعني. ماشي. ايه ده? انا عمل ايه دلوقتي يعني. طبعا السؤال ده لو سألنا نفسنا بيختبر ايه? بيختبرش اي حاجة. يعني. انا يمكن في فكرة مشوك بالبالي منها? مش اي فكرة. فين التو دابلي ولا? هو حطها هنا او. ماشي? في حاجة صعبة يا جماعة? مش عارف احل ايه يعني ها? يلا حبابي نشوف اه طبعا يبقى عندك سؤالين اي ساي. ففي ناس كتير او بتسأل او خايفة مستر. هو لما السؤال يجي اي ساي. ها? اعمل ايه? هحله اه? هحله ازاي طيب? يعني اقول لي كده مستر ازاي بصه وفي سؤالين? اوسخ من بعض. السؤال الاولاني يقول لك ايه? شربوه. علمنا ازاي نستخدم ورقة المفاهيم. يعني ايه? يعني اعلمها لك ازاي مش فاه. معك ورقة فيها قوانين. بص عليها لو عايز قانون منها. مش عايز قانون ما تبصش عليها. حافظهم ما تبصش عليها. ايه? يعني ايه? يعني انا مش انا 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 هي مش فاهم يعني هو ايه خرق خلاص? اي هبل يا جماعة والله. مش عايز اوترك مش امتح لك بعد بكرة. ماشي? فطبعا سؤال غريب. سؤال عجيب اوي. فاهم? ورقة المفاهيم ما فيهاش ولا معلومة. انا مش راضعها. انت يعني مش انا. انا 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 انا. سيبك من انا. ماشي انت انت كطالب انا بكلمك انت. ها? مفيش ولا معلومة فرقة المهيمين انت مش عارفها مية في المية. فيما تحتاجها يعني بتتأكد. لكن انا مش باستخدم. وانتا شفتني استخدمت اهو. ده امتحان كامل. ومفترض ان الامتحانات دي الليفل بتاعها بص هو نفس نفس الافكار بتاعت الوزارة. ممكن يبقى الليفل اعلى. ممكن يبقى دي حاجة نسبية يعني فاهمني? ممكن امتحان يجي اصعب. ممكن مفيش حاجة اسمها صعبة اصلا يعني. ممكن بس الصعبة ده انك مسألة انت ما شفتاش قبل كده هتفكر فيها. عشان كده احنا مش بنتعلم مسألة لكننا بنتعلم منها. ها? فاول سؤال. يجي لك انا استخدمة عم استخدمة عادي. ها? ماش حاجان. تاني سؤال بقى اوزخ منه. مستر احل ازاي الاسئلة الاسئية المقالية? هو كل الموضوع ان هو عايز ستيبس. طب احلها ازاي مستر مش هتعلمنا? اعلمك ايه? ها? شوف انت هتعرف تحل السؤال ازاي? واكتب الاستيبس بتاعت. ايه? الفرق بس ان في الامسكيو انت بتحلها ومش محتاجة توضح له الخطوات بتاعتك. زي انا مثلا. انا محتاجة اوضح لك انا عملت لك الامتحان ده ازاي? لا بس اعملت. عملت لك امتحانات ست امتحانات كويسية. منين? ازاي? ما تخصكش. هنا ده اسي. فهو انت هتحل السؤال. بس لازم بعد ما تحلو? توضح له. يا عم تعالى نشوف هكتبه ازاي? تعالى بس نحل السؤال الاول. بيقولك ان في فورسز ايت وفورتين وتولف وطو. اهي ايت وفورتين والسغومة باين اهي مش هابباين عندك ولا لأ. اها. وده لتحت. وديش مال كده مش هاببس اعمل كده لك. اوكي? حلو جدا. بيقولك ان الفورفور ده مالهم. واللي بيقولك ان اتنين دول بررل لبعض. اوكي? حلو جدا. هو قال. ما بيسألكش. هو بيقولك ان الاربع دول بيكونوا كابل. حلو. سنى عشان جات لي فكرة حلو. ها? جات لي فكرة حلو قوي. انا مش هعافة اوحلالها ازاي ورا? استنى هوريك برضو عشان اقولك فكرتي واقولك حلها. طب بيقولك. اوكي? تعال بس نشوف هو حلها ازاي? عشان انا عندي حل اسهل من كده. لأ هو حلها بالحل السهل. اوكي. طيب. هو حلها ازاي انا كنت عندي بصفة ما هيليها حل كويس. جيف دماغي في الاول. هقولولك برضو عشان تبقى سمك اتعلمت من المسألة. انا كنت هخلي دي بما ان دي و دي بارالل لبعض. فاعمل حركة حلوة. هقسمها تو. بحس يعني دي و دي كونه كابل. ما انت مش فاهم. ما هو في كابل زي بتحصل. فهو قالك ان في كابل. فالتو والتو دي هقسمها هيعمله كابل. حلو? وهخلي هنا سيكس. واحد يقول له شربه انت بتعمل ايه? هو ينفع اللي انت بتعمله ده. اه انا قسمتها سيكس و تو. شايت في الاتجاه ده. يعني تو سيكس. التو دي والتو دي كونولي كابل خلاص. ممكن احسب المو انت بتاعته بسهولة. والسيكس. خدت بالك. سايكلك. واقسم كل فرصة على الطول اللي هي بتأثر فيه. هتديك ريشيو ثابتة. دول الشرطين بتوع تكوين كابل في شكل اللي هو هنا ترينجل. فطبعا هتضرب تو في الريشيو دي. في الاريا بتاعت الترينجل اللي هتجيبها من هيرنز له مثلا. فاكر هيرنز. ابقى اثيرش عنه. ماشي? بس هو هنا فيه حل اسهل من كده بكتير. الكلام ده كله كان هيبقى حلو. لو هو كان بيسألك. ما قالكش ان هي اكويفران تققى كابل. فكدت هتطر انا. اثبت انه الاول بيكون كابل بعدين حل. انما هو ريحك خالص. قالك ايه? ان السيستم اكويفران تققبل. وانا لسه من شوية اقيل لك معلومة مش عارف التفاكرها ولا لأ? ان المومنت اتيني بوينت ايكوال مومنت الكابل. اللي هو طالبها. ايه? فانت هتكتب كده. بص بقى. since the system اكويفلان تققبل. ذن ده مومنت اتيني بوينت اكتبها كده بالانجليش ها? اكتبها كده. ذن زا مومنت اتيني بوينت ايكوالز ده مومنت اوف دا كابل. ها? هتقول لي ايه ده? هو ما يعرفش اهه لازم تكتب كل حاجة. ايه? ولو ما كتبتش مش خق مش يعني مش مش كارسة. بس انت الافضل انك تكتب كل حاجة. بما ان بما ان انت بتقول ده جيفن اوه عندك ان السيستم يقول انت كابل. ذن ده مومنت اتيني بوينت? ها? ايكوال ده مومنت دا كابل. سو. يبقى المومنت عند السي. طبعا بص انا بديك في كرة المسألة بقى. انا لايحسب السي هاخلص من دي. واخلص من دي. واخلص من دي. تلات نقط. بيو. ببضلك مومنت فرصة واحدة اللي هي الايه? عاملها فوق. ويمين. واليمين كمان بتعدي على السي ما لهاش مومنت. يبقى انت هتاخد الكمبورنت دي. اللي هي ايت. ها? ها? عايزين دقاني يا انجل. ها نو 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 نو. هجيبها من كوسين رول. اوكي? مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة. هتجيب الانجل دي كلها من كوسين رول. فهم حاجة? هتجيب الانجل دي. بتبقى ايت سامي دي سيتا هجيبها لك دلوقتي ما تخافش. ايت كوسين سيتا. وهنا ايت ساين سيتا كده كده بتعدي على السي. بقى لما هتيجي تحسب المومنت عند السي هتعمل الات كوسين سيتا في اللي هي السيكس جبت المومنت عند السي اللي هي بتساوي مومنت الكابل. في حاجة صعبة? ها? واحد يقول لي شربوا هتجيب بقى ازاي الانجل دي? يا ابني ما انت معاك التلت اطوال. ايه? ها? ها? هنجيب الانجل اللي انت كنت بتسأل عنا من شوية اهو. هجيبها لك ازاي من كوسين رول? ده سكوير بلس ده سكوير مانس ده سكوير على كنين دف ده من غير سكوير. اها. طلعك كوسين الانجل دي بمش عارف كم? شفت كوسين نحات الانجل. في حاجة صعبة? طب. الانجل سيتا دي هي عبارة عن ناينتي ماينس البيتا اللي انت جابها. ممكن اكتب? اهي. احنا هو هنا مسمي دي بيتا. انا مش عارف ايه ده? فدي ناينتي. تبقى السيتري عبارة عن ايه? ها? ناينتي ماينس بيتا. خلصت. في حاجة صعبة? اخر سؤال لحبابي في الامتحان? ها? سؤال من اسئلة الوزارة بتاعت السنة دي? من مركز الامتحانات? معقد. ايه المنظر ده? انا اول ما شفته? ها? قلت انا الازرق. ده كده الدنيا هتبوص. فتعالك كده نقرأ مع بعضه ونشوف اللي هيحصل. ايه بي سي دي از اتن. ايه بليت دي? ها? مش عارف يعني ايه. اف يونيفورم ثيكنس ان دينستي. هلو جدا. الشكل ده بما انه قالك يونيفورم ثيكنس ودينستي. الشكل اللي وراك ده. اللي وراي انا ها? لو هو شكل اه 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 جومتريك. فالسنتر بتاعه بيبقى الجومتريك سنتر. اه اه اه. اي شكل. اخد المعلومة دي ها? اي شكل يونيفورم. اي شكل ايه? يونيفورم. ماشي. بيبقى السنتر بتاعه. هو الجومتريك سنتر. بتجمع الفيرتيسيز بتوعه. دفايديد عدد الفيرتيسيز دول. ماشي. ايه ده? يونيفورم ايه مستشاف المنظر? انا اسف. تعالي نكمل سؤال. بيولك ايه بقى? بص راح ايه? خزوء اوسخ من من اللي قبلها. يعني سيبك من المنظر ده خالص? ما سكتش. راح لك ايه بقى? دي اي سي ايز ريموفد. كات اوف. اتشال. سيبريتد. دي اي سي ده. طيب. ما بتكملش السؤال بقى تعالي نشوف. سؤال زي ده نحله ازاي? يلا. تشمر. ها? وتركز. بص يا مستر. الحياة. وتسرزع لي صوتك على قد ما تقدر. جدول. اوكي? هنعمل ام اكس واي. الجدول بتاعنا. ركز معايا بعد اذنك وما تقراش السؤال. طبعا دلوقتي انت قريته. دايما الممنوع مرغوب. طيب احنا عندنا شكلين. اه. الشكل الاولاني. وراح فيما. الشكل الاولاني هو ايه? الكبير الاصلي. اي بي سي دي كله قبل ما نشيل منه جزء. يبقى هتحط ايه? هنحط مسلا اه الاريا بتاعته. ركز بعد اذن حضرتك. هو فيه نقاط نقصة يا جماعة? ولا انا حسنى فيه حاجة غلط? يعني انا احله ازاي طيب يعني انت 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 طالب مني حله ازاي? هنشوف نفكر نفكر. اوكي? طيب. شكل الاولاني? اللي هو بص هو ده 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 يعني خط كده سيبك منه. اوكي? سيبك من حتة دي. اي بي سي دي. حلو? فانت محتاج الريشيو والتاني تتحزف. اللي هو اي دي سي اتحزف. هنحطه بالنجة. تفكر الكلام ده? انت محتاج ريشيو بنويت الجسم الاصل اللي هو اي بي سي. بتحطهم هنا. في مشكلة في اللي انا بقولو? لأ. بعد ما بعملهم يا جماعة بجيب ايه? او بيجي لي ايه? بعد النسبة بين ايه? بين الودة والودة. انا كنت بقول لك حط الارية وخلاص. فاحنا كده عايزين اريت. اي بي سي دي بالباستف ونيجاتف اريت دي اي سي. الترانجل دي اي سي. لحد هنا ما فيش مشكلة. كمل يا صديقي. ماشي. بتحط هنا الاكس والواي بتوقع سنتر الشكل الاولاني. الا بي سي دي كله. بتاعه. ها? واريت الشكل التاني اللي بالنيجاتف بتحط هنا السنتر بتاعه. حلو جدا. مش معانا يعني ماشي. بعد كده بقى مرايح جاب الاكس جي. اللي هي يصام الام ايكس على يصام الام ها? والواي جي. اللي هي يصام الام وي على يصام الام. بتوع السنتر الف جرافتي بتاع الجزء المباق. ها? 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 اللي هو نفسه بعد ما تشيل منه ده. اللي هو اي بي اي دي. اه. بتاع الاي بي اي اللي انا لسه قيله من شوية. اللي هو الشكل الاصلي شنا منه الجزء. بنجيبه من القوانين العادية. حلو كده? طيب ركز معي. هو هنا عامل حركة ظريفة جدا. بيقول لك اي بي سي دي. ها? اللي هو الشكل الاصلي قبل ما احزف منه حاجة. اللي وتو ال. تعال هنا. ال وتو ال. اوكي? كتر خيرك. يعني والله. تانكيو. وان بتاع الجزء اللي اتحزف اي سي دي ها? فايف جدا. ها? ده انطلقت ستدين السينتر اوف جرافتي. يعني انا مش الدهولك. قال لك. زي سينتر اوف جرافتي او اي بي اي دي. اي بي اي دي. اللي هو اللي اتبقى بقى. اللي هو ده. ها? بس ريو سبن. ها? 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 فاين دا فالي اوف ال. بس انا مش عارف اجيبها ازاي اصراح. يعني هي ما تجيش كده. لاحظة كده. طب الشكل ده معروف مسلا. طب هات اي نقط. ها? هات اي حاجة جيب منها الاريا. تفتكر مش نحتاج الاريا? اهام. دي مجهولة ودي مجهولة او زخمنة. هلو كده? دف ده 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 ده. ماشي. اه. يعني ممكن تتحل جبريا بس هتبقى حلها صدفة. تعالا نشوف. ويو. اوكي. بص يا صديقي. زي ما قلنا من شوية احنا هنعمل ايه? دي بتاعت الاي بي سي دي كله. اها. هنعتبر كتلتها ام اون او اريتها ام اون. دي حاجة صعبة كده? ما انت مش عاف تحسب الاريا. ها? ما قلت يا ايام ما تجيب ريشيو بين المساحة بين الاوزان. يا ايام ما تجيب ريشيو بين الايه? بين المساحات. انا قلت معايا ده اولا ده. فسميها ام اون. والتانية ام او. بتاعت الجزء اللي تحسب. بس ما تنساش ان احنا نحطها بالنيج Cafe. وعمل demandé. وده دي وسنتر دي. تعال نحسب الزي اللي انا اصلاً عارف انه بس ليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه بتاعته ماتحسبه? لحد هنا. في مشكلة؟ تعال بقى نبصى على الموادلتين دول. ها راحت فنى? فيه يا جماعة اهي الاكس جي بسري هتوصل في الاخر ام ايه ام وانا على ام تو بتو افر ال ماينس سري اقول لك حاجة انا ما كنتش شفت الحل او الله انا ما ببصش على الحل انا المسال دي بجيبها باختارها وبسيبهم هم ما يتصرفوا واطلع اشرح لكن انا توقعت انه لازم ايه مقصمش هتتحل وبعدين السؤال صح انا متأكد ما بقولك اسئلة من اسئلة الوزارة يعني هو موجود كده فعلا فلازم يحصل ايه يا صديقي لازم المعادلة كصدفة بالصدفة يعني تلاقي انها هتحلق فانت من هنا جبت ام وان اوفر ام تو ومن هناك لما جبت تحسب الواي جي اللي هي اصلا بسيفن صام الام وي على صام الام جبت رشيو بين الام وان والام تو برضو من الاتنين هتساوي الاتنين ببعض يبقى تو اوفر تو ال ماينس سيفن اوفر ال ماينس سيفن يعني ال ا ... يعني ال ال ماينس سيفن يبقى ال ال بفور هتفهم حاجة طيب طبعا السؤال ده يا جماعة لاول وهلة تشعر انه محبط الله وبعدين يا شيربي انت بتقولدي ده من الوزارة يعني هيجي كده في الامتحان يا عمي اريت يجي كده اقسم بالله اريت يجي كده السؤال تافي يا ابني ركز كده تاني هو عمل ايه؟ هو انت دلوقتي جايب لي السؤال اسمه ايه ده؟ الشكل الاصلي ومديني بس فيه اللي مجهولة والشكل التاني ومديني ومفوش حاجة مجهولة الشكل اللي اتحذف ومديني الشكل اللي بقى واحد يقول لي ماشي بس مش معايا المساحات ولا معايا حاجة احسب منها المساحات طب هتعمل ايه؟ ها؟ فكر كده؟ هتيجي يمين؟ هتيجي شمال؟ هتعمل ايه؟ افرادها ايه؟ هو انت لسه مولود اول انبالح ما هنطول عمرنا يا صديقي في الماثماتيكس بنعمل ايه؟ لما نتزنق في حاجة بنفرض مع انا دلوقتي لما كنت ما بقاش عارف طول اللادر بفرضه لما كنت ما بقاش عارف الفورس كنت بفرض كمبوننت للإكس والإكس 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 والإي أو إيو بي طول عمرك لما ما بتعرفش حاجة بتفرضها أنا هنا كنت أفرض دي ك وم بس دي بالنيجاتيف عشان دي تحزفت افرادها والجبر يا جماعة بيحل بعضه يعني عايزوا لك الجبر كده كده موضوع الجبرا فكده كده كانت تتحل بص أصلا يعني أنا مش لازم حلها كده أنا من المنظر ده يا عم أنا راجل حمار مش هيجي في دماغة ان أنا أعمل دي على دي معلش والمنظر ده أول ما أشوفي المنظر ده إيه ده استنى استنى أحلها لك إيه ركز كده بقى معاي دي مون مون مونس إمتو نقمه المنطقي إن أنا نجي بس أنا عندي حالة تاني مثلا إقسم اللي اتنين على بعض فلما إقسم المعادلتين على بعض ها الامون مون مونس إمتو دي هتكانسل امون مونس إمتو دي هتبقى في الناحية اليمين لو أنت قسمت دي على الهناك سيفن أوفر سري حلو كده وفي الناحية الشمال هيبقى علاقة بين إمون وإمتو واعمل كروسمان تبليكيشن تاني جيب الإمون بدلالة الإمتو جيب الإمون بدلالة إيه الإمتو وعوض فأي واحدة من الاتنين تعالي هنا شيل الإمون دي أنت مش جايبها يعني الإمون بتسوي شوية حاجات فيها إمتو أأأ وإلي طبعا نفس الكلام عوض هنا هتلاقي هنا في إمتو منتاج إبتاع بدلالة الإمتو وهنا هوسط أم في إمتو وهنا دي بقيت فيها إمتو منتاج إبتلالة إمتو منتعرف يعني إيه بدلالة إمتو انترمز انت ماخدتش كالكليس هاها يعني مسلا سري ال ماينس آآ 2 إمتو مثلا يعني أه فدي إمتو دي فيها إمتو دي فيها إمتو إمتو والإمتو دي لا يمكن تسوي سفر اقسم الإكواجين كلها على إمتو بيو 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 تعرف تجيب ال L في حاجة صعبة طيب صلي بينا على النبي ما اللي عايز اقوله بس ان السؤال مش صعب ولا حاجة شوية بس حاجات عايز اأكد عليها تاني امتحانا لستكس يا صديقي بيجي لحد ما طويل صعب خالص هتطلع من الامتحان بعد بكرة ان شاء الله انا معرفش انت بتشوف الفيديو ده امتى لكن اللي اكده لك ان الامتحان مش هيبقى صعب ولو انت شفته صعب بي حاجة نسبية يعني احنا احنا مش مركز اسمه يا جماعة مش لجل التحكيم صعب سهل ما يتحرق هو ده مش موضوعنا يعني هو صعب بتلاقي واحد بعد الامتحان كلمني مستر ايه رأيك في الامتحان ايه رأيك ما نتجوزه ما نمال انا رأيي في الامتحان يعني ايه رأيي في الامتحان ايه امتحان هنحله يعني انت شاف ان صعب ولا ايه وانت هتعمل معاي لقاء انا مش فاهمك الصراحة امتحان وانت عاد في الامتحان لقيت سؤال صعب بالنسبالك عشان الموضوع ده نسبي قوي ها تعمل ايه يا صديقي فكر فيه ما تشغلش دماغك هو يا صعب يا عم فكر فيه شفته قبل كده ما شفتوش قبل كده ما توجعش دماغك خلاص طيب نعمل ايه دلوقتي هتقفل حالة للفيديو ده تاخد نفس كده عميق وتقوم تتمشى شوية دايما اتمشى شوية عشان ايه تنشط الدورة الدموية بعد ما تتمشى شوية هتعمل ايه هتقض هتفتح البيدي اف بتاع اجزام وان وتعمل ايه يا صديقي هتفتح البيديو الاولى اللي فيها السؤال من غير الاجابة ما تبقاش وسخ اوكي فتعمل ايه تحله دلوقتي بايدك اول سؤال تاني سؤال تالت سؤال رابع سؤال طب وقف معاك سؤال اه دي فكر فيه ولا شوف الانصر يا مستر عطول اوعى تعمل كده اول تاني هون اوعى تعمل كده احنا تجوزنا عن اجزام وان وشفت الفيديو بتاعه الطبيعة اصلا ان انت تفكر في الامتحال لوحدك بس عشان تسخن دماغك وتفتكر اوكي فتعمل ايه اهو تفتح سؤال والله يا جماعة والله لو التزمت باللي انا بقوله هيفرق معاك جدا صدقني انا مريش ايه مصلحة اوكي فلو سمحت التزم باللي انا بقوله هتعمل ايه كلامي واضح وصريح كمان شوية وبالذات البنات بتروح دخل امكلمانا اه لو سمحته اه حاسة ان انا ناسي كل حاجة عادي كلنا نسي انا اصلا ناسي ده انا بحل اكسم بالله في حاجة كنت ناسيها فهو ده عادي هو بجد مش عارفة عاملينة قال انا قوي انا خايف اخش الامتحان اه الاقي نفسي مش فاكرة حاجة لا ما تخفيش طب انا مش فاهم هلا انت يا جماعة عارف اللي هو ايه تحط تفكر في حاجة تحبطك يا صديقي لو انت حاسس دلوقتي انك ناسي كل حاجة ده عادي لما تيجي تحل الامتحانات هتلاقي نفسك ايه مش فاكر بس هتفتكر ده برضو عادي هتقول لي طب يا مستر ده انا وصلت الرابع امتحان وفي حاجات بتقف معايا ده السادس امتحان ام ضرب نار يا جدع يا جدع ايه ده ايه ده السادس امتحانات دول امتحانات تدريبية وتجريبية يعني هل مستوى اخر السنة هيجي كده يجي كده ما يجيش كده لازم تبقى فاهم ان السادس امتحانات دول مساء التدريبية انت مش في امتحانة اخر السنة دلوقتي ها حبيبي ايه ده انت هتحل اللي عرفته عرفته اللي معرفتوش هشوف الانسر واسأل اونلاين تيتشيرز صح خطر والله خطر ما تعملش كده هم متحين 24 ساعة وبيقبضوا انت مش خسران حاجة وانا مش خسران حاجة لكن انا عشان مصلحتك وانا ممكن اقولك ايه عشان ما تتوترش اسأل اونلاين تيتشيرز لكن لا ده مش في مصلحتك هتعمل ايه هتحاول مرة واثنين وثلاثة لما تفشل ابقى اسأله اوكي طيب حاجة اخيرة اتمنى انك تكون شفت الفيديو ده بدل شوية استغل كل دقيقة في انك تحل بايدك مستر اشوف المراجعات تاني عشان افتكر ما تعملش كده الا لو انت شاف ان ده من مصلحتك براحتك بص انت ممكن تعمل اللي انت عايزه الا ايه حاجتين انا مأكد عليهم اهو حللي الست امتحانات دلوقتي بكرة قبل الامتحان براحتك المهم يتحلو خلاص اتزنقت قوي اقراهم يعني بقى اقراف الاخر السئلة العادية بس عمتا طب انا ليه بقولك كده عشان كل واحد زي ما قلت قبل كده كل واحد بتختلف ظروفه من ظروف شخص اخر يعني ممكن واحد يكون مراجع كل حاجة اه وممكن واحد تاني يكون مش مراجع وممكن واحد يكون راجع مش عارف شابترين وفي شابترين لسه ما راجعهمش طب ما ده هيعمل ايه ما انا ما ينفعش اقولك حاجة جنرال تنفع مع كل الطلاب خلاص انت راجعت شابترين والتاني ما مش عارف ايه فانت تراجع اللي فضلك كل واحد يعمل نظام بلان تتنسب مع ظروفه وقدراته ووقته وهكذا وصحته في ناس ما بتستحملش تقعد ثمان ساعات تذاكر خلاص طيب هنعمل ايه اهم حاجة عندي انك وانت بتحل ما ترضعش المسألة ما تقعدش تشوفها في الفيديو لازم تحل بنفسك اهم حاجة اليوم ونص دول تروح ليش بقى مستر ده فيه مدرس مش عايف عامل مراجعة في سنتر هروح اخد معاه يا ابني وانا باخد منك فلوس دلوقتي صديقي انا قفلت حساباتي خلاص لا باخد منك حاجة ولا هديك حاجة ولا فلوس خلاص الموضوع يا حبيبي احنا خلصنا السنة انت بتدفع فلوس دلوقتي الويب سايت مفتوح لك فري المفروض كان يبقى قفل ما اخذتش منك فلوس حصل فما فيش فلوس يعني انا انا روح براحتك روح ادفع للمدرس تاني فلوس وهات مدرس برايفيت يقضي يحل معاك ايوا ده صح براحتك بس عامتا انا عايز اقولك ان ده مش هضيف لك حاجة لو هتجيب مدرس برايفيت براحتك بس خليه يسيبك انت لتحل ويبقى يساعدك لما يقف معاك حاجة وما يساعدكش يحلها لك يعلمك ازاي تحلها وتحلها بايدك ها انما هتجيب مدرس يقضي يحل لك اقسم بالله ما استفدت حاجة كنت انا عملت لك فيديو 14 ساعة اه شرحت لك بقى وحلت كتير بقى هنحل الف سؤال هنحل خمسمائة سؤال واو تشاربو طب هنحل ربعمائة سؤال ربعمائة سؤال ده اكيد جمع ده اكيد خلاص انقفلت يا جدع يا جدع ما كانش حد غلب خلاص اسمع اللي انا بقوله بعد اذنك اليوم ونص دول مدة سيرة حساسة نستغل كل دقيقة فيها ان احنا نحل بأدينا بدمغنا نفكر ما عارفناش نحل عادي ما نحبطش نفكر مرة واثنين وثلاثة ما عرفتش خالص خش اسأل او شوف الانصر وحاول تفهمه حاول تفهمه خلي بالك انا كان سهل علي اعملك فيديوز احل لك الاسئلة دي كلها وكان سهل علي اختار لك مسائل سهلة عشان ما تدعقتش وتخش تلبس في الامتحان براحتك بقى فانت بتعمل ايه يا صديقي انا كل حاجة كتسهل علي لكن ده ضد مصلحتك وعلى فكرة انا مصلحت انا ان كنت اجيب لك يا اما مسائل سهلة يا اما حل لك كل حاجة وراح نفسي بس انا انا مش عايز اأذيك اقسم بالله تاني انا مش عايز اأذيك فانت بتعمل ايه اللي انت متعرفوش بتشوف الانصر لما انت تشوفه وتحاول تفهمه النفس بالواحدك فانت بازلت فيه مجهود فانت كده اقوى حيوان في الغابة سوري مش عارف اقوى حيوان في الغابة اسرع حيوان في الغابة هو الفهد اللي مش عارف ايه ها انت كده عرفت معلومة ها فرق بقى كبير بين النجا اقول لك ايه شوف المعلومة خلاص انت عرفته اسرع حيوان ايه الفهد طب تعالي بص كده هنا ها الفهد سرعيته كذا الارنب سرعيته كذا مش عارف الغزال سرعيته كذا هكذا 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 وقعد اقول لك ايه وقعد فيديوز ده ده في فرق بين ادراكك شامل للمعلومة ها وفرق بين ان انا عارف معلومة لو انت عايز تعرف شوف فيديوز وقعد اتفرج وفرح وحس انك اه اخد درس برايفت خلي يقعد يحل لك وقعد كده ايه اه اه او روح سنتر ها شوف مراجعة انت لو تخانك بتشوف مراجعة دلوقتي يابني ان فيش وقت للكلام ده يا جدعان ايه ايه ركز معي بعد اذنك خلاص في فرق بين معرفة شيء وفرق بين فهم شيء ودي مرحلة اعلى شوية والمرحلة الاخيرة وهي ايه ادراك شامل للشيء اأكد لك ان انا دارس كل كلمة انا بقولها في الحاجات دي في المنهك بتاعي فانت بتعمل ايه بعد اذنك حضرتك تلتزم بكلام خلاص طيب عايزك تبقى هادي خالص وانت بتذاكر هتلاقي هتواجه حاجات تحبطك اوكي طب لما تحبط وتحس انك مش عارف تحل او كده المرحلة دي هتبقى اول امتحان امتحانين ثلاثة بعد كده خلاص هتقول لي ما هم اصلا ستة دول ستة اللي انا عايزك تحلهم لسه فيه الامتحانات اللي في الكتاب بتاعي اوكي هتحلها وهتلاقي برضو كل حلولها نزلة على الوبسايت اوكي هتلاقيني معاك اليومين دول ما تقلقش خالص انا ما بنامش اليومين دول يعني ممكن انام اول اليوم الصراحة تاني يوم ما بنامش اوكي بافضل صحي لحد الامتحان هتلاقيني موجود اي مشكلة هتواجهك هتلاقيني موجود احلها لك اسأل اي مشكلة هتوصلني انت بتسألهم عندك مشكلة هعمل ايه هحلها لك ما تقلقش من الموضوع ده لكن لو سمحت بلاش فرق عالفاضي ها بلاش بقى نقعد ايه اه دلوقتي انا زاكرت شابتر وان وبعدين شابتر تو مش عارف اعمل في ايه واضيع وقتك ووقتنا يا عمي زاكرت شابتر وان ما زاكرت شابتر تو زاكره روح شوف بتاعته شربو اشوف ازاي يعني انت مقصر وعايزني ماشي يا حبيبي هتشوف ازاي هتشوف الشرح السمري اللي انا بعمله ما بيبقاش مدته كبيرة السمري ده هيفكرك بكل حاجة بعد ما شفته هروح حل المسائل بتاعت شابتر تو صح لا للاسف مفيش وقت تروح تحل امتحانات على طول في مشكلة طب حل الست امتحانات دول لا لو انت مش مراجع كويس ازا مستوىك مش افضل حاجة تحل الخمستاشر امتحان بتوع الكتاب بتاعي اللي في الاول خالص لو تفتكر الكتاب الاصل هتلاقيه محلولين في فيديو في خمستاشر امتحان وموجودين بي دي اف على الويب سايت اوكي الخمستاشر امتحان دول هتعمل ايه حل منهم 3 ا4 كده وموجودين في فيديوز بحيث ان انت لو مستوىك مش قوي لسه تعمل ايه يا صديقي الامتحانات هتفكرك بكل حاجة احسن من ريفيجن احسن من ريفيجن في الوقت الحالي احنا بنشوف ريفيجن لو احنا عندنا ازمة مش فاكرين اي حاجة سوري مش مش فاكرين لو احنا مش فاكرين الامتحانات هنفتكر مش عارفين المنهج اصلا انا هنا بكلم المقصرين ها اللي عنده مشكلة عشان هو مذاكرش طب يعمل ايه ممكن يشوف ريفيجن طب اللي عنده مشكلة عشان هو مش فاكر ما تبدأ ليش بالامتحانات دي هتعمل ايه يا صديقي هتحل بس الامتحان ده الاول ما تحلش التاني هتروح تعمل ايه حل لك امتحانين تلاتة كده في الامتحانات الاصلية بتاعتي القديمة ها اللي في الكتاب الاول اللي انت اخدته في اول السنة وهتلاقيه نازل بي دي اف فيه خمستاشر امتحان محلولين في فيديوز على الوبسايد بحيث لما يقف معك حاجة تشوف الفيديو بتاعه في اي مشكلة اهم حاجة تبقى هادي وانت بتحل ما تتوترش وتحاول تحل بسرعة هتقول لي يا مستر هتقول لي ده انا توترت من دي لأ انت بتحل بسرعة من غير ما توتر خلاص طيب دي نقطة تاني نقطة قبل الامتحان لازم تعمل يا صديقي لازم تنام كويس لازم تنام كويس واعكده تاني لازم تنام كويس على قليل ست ساعات جاو بقى انا هطبق عشان اذاكر اكتر مش بالمذاكرة كنت حلت لك الف سؤال ها والله 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 باحلف بالله لو قاررنا واحد زاكر كتير قوي وما نمش بواحد زاكر نص اللي ده زاكره نص اللي ده زاكره بس نم ست ساعات صحي ما راجعش وما عملش اي حاجة وراحل الامتحان على طول اقسم بالله ده احسن بفرض ان هما الاثنين بنفس المستوى العقلي نفس القدرات يعني ممكن الواحد يبقى قدراته اعلى يعني ما انا لو ما نمتش وراحت الامتحان انا هحل اكتر منك ده بديهية انا بفرض ان فيه واحد زي ده نام وده ما نمش والله اللي نام هيحل احسن وهيعرف اكتر خلاص افهم كويس قوي اللي انا بقوله وبأكد عليه هو النوم مهم خلاص حاولت نام ست ساعات ما عرفتش نام اربع ساعات ده يعبص اقل من كده مشكلة خلاص وفي حاجة برضا ايزولك عليها ما تنامش وتقول لنا هصحى تلاتة قعد اذاكر لحد الامتحان غلط غلط ما تذاكرش لحد الامتحان خلاص مسحي التلاتة قعد روق على نفسك كده قعد انبسط وعيش حياتك وما تذاكرش بجد يا مستر ربنا معاكو اشتركوا في القناة